موسيقى مرحبا بكم نسكول مرحبا بكل منتابعنا الوطنية الثانية في الموعد المباشر كالعادة كل سأرة اثنين مع برنامج الرابطة الثانية كل جمهور الرابطة الثانية ينتظر خاصة هذا الموعد مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكورة القدم مش فما اليوم فما قرعة ينتظرها ثمانية فرق لا فقط ثمانية فرق المتأهلة إلى مرحلة التتويش بل كل الملعين بكورة القدم ينتظروا في هذه المنافسات اللي بشأن تلق بعد قليل على المباشر في برنامج الرابطة الثانية نورنا اليوم في البلاتو يحضر معنا كل من سيوليد بن محمد من الرابطة الوطنية المحترفة رئيس لازم تكون قدم المحترفة مرحبا يا سيوليد مرحبا يا سيسكندر ومرحبا بكل المشاهدات ومشاهدي برنامج الرابطة الثانية أعطيكم الصحة نصر للتحقيق واللغوية سيضافة هذه إجراء هذه القرعة إن شاء الله معكم الليلة وإن شاء الله حظ موفق لكل الفرق بالشام دا الجامعة سهالي القروي رئيس لجنة التنظيم وأمين مال الرابطة الوطنية المحترفة لكورة القدم مرحبا بك سيسكندر ومرحبا بالمشاهدات والمشاهدين الرابطة الوطنية نورينا في البلاتو يعيشك كل ليلة إن شاء الله بشنا من القرعة إن شاء الله في كنف الشفافية أكيد جدا أكيد جدا وكل هذا واضح جدا شكل ما يعرفش سي عبد الرزيق لحشيش متصرف الإداري للرابطة الوطنية المحترفة شكل ما يعرفش خاصة نحن الإعلاميين مرحبا يا سي عبد الرزيق شكرا لكم على الانجوم ملحتونا الفرصة بيش نعمل القرعة عندكم وإن شاء الله تكون مباراة في روح رياضية المباراة سي عبد الرزيق في كنف هالوضع الاسثنائي وهالكورونا هكا خير طبيعة اجتماعي القرعة على المباشر على الوطنيات وتشوفهم بعد بكل دقة وكل مزدقية بشير وكل شفافية بتابعة الحال بشير عملية القرعة كل هذا سي عبد الرزيق تفاديا أو حفاظا على سلامة الناس اللي كانوا ينجم يكونوا موجودين نحكي لنا عن ممثلي الأند بالطبع خاصة نتوا مع تساعد العداد معناتها المرضى دونك خيار معتها خيار إيجابي معناتها بالنسبة لله وقدامه كل شيء واضح كل شيء واضح بشهادة صديقنا وزمينا صحفي صحفي البرنامج هادي إيج بنيني مرحبا هادي مرحبا بذيوفنا الكرام ومرحبا بالمشاهدين إمتعنا فوزي وزياد كل عدم غرما ننسى فوزي زياد عاطف زوبير موني وفا بروموسيون باهي البارح في السلق ودوى القرعة ودوى القرعة هاي القرعة بعد قليل بشتنطل خلينا نفسروا بتباعة الحال وضع عام قبل كل شيء شكونا الثمانية الأندية المتأهلة إلى مرحلة التتويج مع سعلي القرويش يعطينا بعض الأمور والجوانب القانونية قبل ما نتوقف عملية القرعة سعلي الآن دي الرابط المحترف الثاني المترشحة لمرحلة صعود للرابط المحترفة الأولى اللي هما المجموعة الأولى نادي أولمبيد مدنين ونادي رياضي بحمام لنف المجموعة الثانية القوافة الرياضية بيقبسة والملعب الرياضي صفاقسي المجموعة الثالثة مستقبل رياضي بيقبس الأمر رياضي بيجربة والمجموعة الرابعة والأخيرة الترجل رياضي الجرجيسي والأمر رياضي بحمام سوسة ذوم ثمانية فرق سيتم التقسيم على مجموعتين المجموعة الأولى أصحاب المراتب الأولى للمجموعة الأربعة اللي هما نادي أولمبيد مدنين متصدر المجموعة الأولى بـ 23 نقطة القوافة الرياضية بيقبسة متصدر المجموعة الثانية بـ 16 نقطة المستقبل رياضي بيقبس متصدر المجموعة الثالثة بـ 17 نقطة الترجل رياضي الجرجيسي متصدر المجموعة الرابعة بـ 20 نقطة كذلك أصحاب المراتب الثاني للمجموعات الأربعة النادي الرياضي بحمام الأنف صاحب المركز الثاني للمجموعة الأولى بثمانتاشن نقطة الملعب الرياضي سفيقسي صاحب المركز الثاني للمجموعة الثانية بأربعتاشن نقطة الأمر رياضي بجربة صاحب المركز الثاني للمجموعات الثالثة بستاشن نقطة الأمر رياضي بحمام سوسة صاحب المركز الثاني للمجموعة الرابعة بسبعتاشن نقطة هذا ما سيتم تحديد الملاعب محايدة بتونس العاصمة الأعلان عنها قبل بداية البطولة أكيد جميع المقابلات كما تعرف سيسكندر دون الدور بدون حضور الجمهور وعلى كل جمعيات تطبيق البروتوكول الصحي واضح نزيد ونفصلوا أكثر مسألة الجولات ثلاثة جولات زوز مجموعات مش نتلقوا بالجولة الأولى الجولة الثانية بعد الجولة ثالثة تباعا تعطينا مواعيد المباراة المجموعة الأولى الدور أيام 17 و21 و24 أبريل والمباراة المجموعة الثانية 18 و22 و25 أبريل فما حاجة أخرى سيسكندر إلغاء كل الإنظارات ما عدا هم منهم تحت طائلة عقوبة جمع الإنظار الثالث عقوبة الجولة الأخيرة أو عقوبة تأديبية أخرى هذا هو بالنسبة قبل أن ندخل في صلب الموضوع مثالة الفصل 22 والمباراة الثانية وقانون اللعبة دي ما نحكي عليه بالنس اللي غادرت بالنسبة للحضور كما العادة كما نفس التمشي 35 شارب شدخلوا به لنلعب بما فيهم اللاعبيين والمسيرين والإتار الفني نفس ما أنت التمشي وإن شاء الله نكون التطبيق أكثر خلال كما قلت كما قلت ذرا في تغير وإن شاء الله نواسط ونلعب وإن شاء الله واضح سي وليد قبل أن ندخل معنا إضافة خاصة المسألة وضع اليوم وضع دقيق معناها خاصة في تحول الجيحة هذه معناها لنس كلها معناها توا خايفين منها ومتحضرين لها كجامعة تونسية لكورة القدم على رأسهم الدكتور وديع الجري اليوم كان انتقى بالسادة رؤسان دي تربط المحترفة الثانية وكان معناها تشاور تزامن مع كلمك سي وليد عن الصور بتبيع الحال تعلاج تماع ذا مع ممثلي الأندية ورئيس الجامعة تونسية لكورة القدم بفضل كما أشرنا توا معناها كان اجتماع معناها تناول في كل النقاط وكل المواضيع المطروحة ولا كل ما هو سينظم البطولة هذه كيف كيف هي مناسبة زادة نحب نتقدب بها بالشكر للسيد الدكتور وديع جري الي اليوم زادة هو ديما معناها ديما سباق في إعانة الجمعيات وصرته في الوضع الصيباذ هذا الوضع الاقتصادي كيف كيف اليوم زادة مكن الجمعيات المتأهلة للبلايوف بمنحة مقدرة كيف بلهم بها قبل أكيد وديجا اليوم كان كومينيكيه بطم في السيد على الجامعة التونسية الكرد الخدم من كانوا بمنحة ستنائية مقدرة ب20 ألف دينار لكل الجامعية من هذا سوربريز مفاجأ ولا كان متوقع أنه يعرف هو أنت تعرف الدكتور معناها وديع الجري ديما معناها ديما يعرف معناه لأنه بالحق الذي يحدث اليوم في كرة قدمة التونسية من كل إنجازات يعرف كل كبيرة وصغيرة على جمعيات سورتوف الوضع الاقتصادي الراهن اليوم سيما تعب أنتع جمعيات كالكسوأ في الرابط المحترفة ثاني ولا في الرابط المحترفة الأولى تعاني مبارشة مشاكل مادية وهذا مش جديد على الدكتور وديع الجري مش جديد على الجامعة وعلى الرابط وعلى الخدمة الكبيرة خاصة أن في التنقبل تونس أي ولا المباراة كل في تونس تحتاج شوية المصارير تكريف تنقل وكل عادة بروتوكولي الصحية وكل جال ديزان فيكتون بالنسبة فما نقطة بالنسبة للجامعيات اللي تستقبل اللي هي بيشتتش بدلولة معناها هي اللي تقوم بكل إجراءات لازمة من توفير ورقة التحكم والكرات ومزاقيل الكرة والحماية المدنية من الجمع العادة يعني المنظم المنظم هو اللي هو 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 اللي الثانية مجموعة الأولى وهكذا دولي نجم نتلقوا على بركة الله نتلقوا على بركة الله وقرأة موسم 2020 2021 لبطول ترابط المحترفة الثانية لكرة القدم مجموعة التتويج المرحلة الأخيرة التي ستحدد من سيسعد إلى بطول ترابط المحترفة الأولى لكرة القدم بمشيئة لها الفضل سعلي نادي والمبيك مدنين من المجموعة الأولى ساحب المركز الأول للمجموعة الأولى بـ 23 نقطة والمبيك مدنين سبع انتسارات زوز تعادوا لات وهزيمة وحيدة ونتائج إيجابية في الجم قويف الرياضية بقبص المجموعة الثانية مجموعة الثانية نعم انتسارات تعادوا صاحب المركز الأول للمجموعة الثانية بـ 16 النقطة بـ 5 انتسارات تعادوا وحيد واربعة هزئ آخر هزئ ما كانت فيه ودليل الجولة الأخيرة هكي وليه هذي ودليل بفضل انتسار ذيك بقاف ربطة نحن المستقبل الرياضي بيقابس المجموعة الثالثة 17 نقطة 17 النقطة المجموعة ثالثة 17 نقطة بعد 5 انتسارات زلسة عدولات وثلاثة هزئ المستقبل الرياضي بيقابس الفريق الثالث لأصحاب المراتب الأولى أخيرا الترجل ياذي الجرجيسي متصد المجموعة الرابعة بعشرين نقطة ترجل جرجيسي صاحب المركز المجموعة الرابعة بعشرين نقطة بستة انتسارات زوز عدولات وزوز هزئ 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 اذا اربع فرق اصحاب المراتب الأولى وحدهم وننتقلوا مع الاستاذ وليد بن محمد اصحاب المركز الثانية اصحاب المراتب الثانية نبدأ بالفريق الأول اللي هو النادي الرياضي لحمم الأنف ومع المتحسر على المال للمرتبة الثانية مجموعة الأولى موعة الأولى بثمنتاش النقطة خمسة انتصارات زوز أو ثلاثة عدولات وزوز هزئ للنادي رياضي لحمام الأنف النازل الموسم الفارض من بطول ترابطة محترفة الأولى لكورة القدم هذا الفريق هذا الفريق الأول ل الخانة الثانية أصحاب المراكز الثانية مانا نحكي عن المجموعات توم زيت متى القراء دون كذوم أصحاب المراكز الثاني متحسر للمرتبة الثانية اللي هو الملعب الرياضي سفيقسي ثانية المجموعة الثانية باربعتاش النقطة ولكن نشوف البطولة المصغرة بين ثلاثة فرق نلقى الملعب الفوري وهو اللي يتأهل إلى مرحلة التتويش فاضل هاتي يعني سعلي زوز فرق واجه يعني واجه بعضهم في المرحلة الأولى ينجم يعود ويرقا ورواحهم ينجم يعني هذا ما كنت محرم الفريق الثالث اللي متحصل على المرتبة الثانية اللي الأمل الرياضي بجربة المجموعة الثالثة بمجموعة الثالثة صاحب المركز الثاني المجموعة الثالثة ب16 نقط بخمسة انتصارات عدل وحيد واربعة هزائم لأمل جربة واخيرا الفريق الرابع لأصحاب المراكز الثانية وليد سكر عني مجموعة الرابعة ب17 النقطة إذن خمسة انتصارات نكمل أصحاب المراتب الثانية أسيسكندر أربعة في رق واضحين ثمانية في رق جمالا أصحاب مركز الأولى الأولى واصحاب مركز الثانية ولن نحد المجموعات والمباريات الأولى ودون سيارة رزيق بشي بدون تو ودون وطبيعة الحال عملي السحب حظ سعيد حظ سعيد جميع الفرق فترة الحصمة حاليا ركز معنا تابعونا والفريق الأول من أصحاب المركز الأولى يد البريئة معنا يد البريئة تو سعليد وبريئة القوافل الرياضية بقبس قوافل قبس الفريق الأول من أصحاب المركز الأولى يعني هو الذي سيستقبل المباراة الأولى في المجموعة الأولى واضح فريق الأولاني قوافل القفصة اللي بشي استقبل المباراة الأولى في المجموعة الأولى سيستقبل من فريق قوافل القفصة يوم 17 أفريق ليد البريئة سيد وليد اليد البريئة بسيد واليد بن محامد أو كتحية واليد بن محمد محللنا الفنية اليوم نسلم عليه بالتبيات الحال بشي باري أمل رياضي بجربة إذن المباراة الأولى المجموعة الأولى قوة في القفصة سيواجه أمل جربة المباراة الأولى للمجموعة الأولى قوة في القفصة أمل جربة يوم 17 أبريل في إحدى ملاعب تونس الكبرى مباراة الثانية للمجموعة الأولى هكذا ولا؟ مباراة الثانية للمجموعة الأولى نادي أولمبيك مدني نادي أولمبيك مدني هو الذي سيستقبل المباراة الثانية ضد من؟ ضد واحد من المتباقين من أصحاب المراكز الثانية أولمبيك مدني سيواجه المثالي قلت علي أنت يعود المجموعة الأولى إذا المباراة الثانية نادي أولمبيك مدني سيستقبل نادي رياضي لحمل الأنف المجموعة الأولى قوف القفصة مالجربة ونادي أولمبيك مدني نادي حمام الأنف 17 أفريل قوف القفصة مالجربة و18 أفريل هكذا؟ نادي الرياضي بحمام لنف يستقبل قوافة الرياضية بقفسة والجولة الأخيرة الثالثة والأخيرة قوافة الرياضية بقفسة تستقبل نادي أولمبيك مدنين والنادي الرياضي بحمام لنف يستقبل أمل الرياضي بجربة وتقول هوني نذكرك الجولة الأولى قوافة الرياضية بقفسة تستقبل أمل الرياضي بجربة يوم 17 عفريل قوافة الرياضية بقفسة تستقبل أمل الرياضي بجربة نادي أولمبيك مدنين يستقبل نادي الرياضي بحمام المنف يوم 21 الجولة الثانية الأمل الرياضي بجربة يستقبل نادي أولمبيك مدنين والنادي الرياضي بحمام المنف يستقبل قويفة الرياضية بقفسة ويوم 24 الجولة الثالثة القويفة الرياضية بقفسة يستقبل نادي أولمبيك مدنين والنادي الحمام المنف مرة أخرى يستقبل الأمل الرياضي بجربة فالح ضوك نهار 24 أبريل السابت 24 أبريل زوز مباريه قاو في القرصة أولمبيك مدنين والنيد رياضي لحمل أن في استقبل أمل جرب هذه المجموعة الأولى أولى ثلاثة مباريه ثلاثة ستة مباريه تعفوا ثلاثة جولات بشيو إلى المجموعة الثانية المجموعة الثانية المجموعة الثانية المستقبل رياضي بقابس مستقبل قابس الفريق الأول هو اللي بشي استقبل في المباريه الأولى للمجموعة الثانية مستقبل قابس سيستقبل من مستقبل قابس يوليد ضد الأمل رياضي بي حمام سوسا نارث منتاش أبريل إذن مستقبل قابس سيستضيف الأمل الرياضي بي حمام سوسا في أحدى الملاعب ديما نذاكره في تونس الكبر هو اللي يستضيف الأمل مستقبل قابس سيستضيف أمل حمام سوسا ولكن في تونس الفريق الرابع والأخير لأصحاب المراكس ترجي لياضي الجرجيسي الترجي يظهر هو الاسم اللي لين يتحط قبيلا لا مدني وين قبيلا آه لا الرابع لا 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 نعم الرابع اسم الرابع وبقال الرابع ترجي ترجي لياضي الجرجيسي سيولي أجب دوبار هو بشيب خانا هو صعيبة برشة معنا نعم شوي سوسپانس لنا نعم برشة سوسپانس ندراج كون الفريق الرابع اللي هو الملعب الرياضي أسفقسي الملعب الرياضي أسفقسي في المباراة الثانية للمجموعة الثانية ترجي جيسي الملعب الرياضي أسفقسي في المباراة المباراة الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية يوم 18 أفريل الأحد 18 أفريل هكو ليسي عبد الرزيق نعطيكم المجموعة الثانية شنو عطاتنا الجولة الأولى ستدور مقابلتها يوم 18 أفريل 2021 المستقبل الرياضي بيجيبس يستقبل الأمل الرياضي بحمام سوسة وتراجل الرياضي الجرزيسي يستقبل الملعب الرياضي السفاقسي يوم 22 أفريل الجولة الثانية الأمل الرياضي بحمام سوسة يستقبل تراجل الرياضي بجرزيس والملعب الرياضي السفاقسي يستقبل مستقبل الرياضي بيجيبس وختاماً يوم 25 الجولة الثالثة المستقبل الرياضي بيجيبس يستقبل تراجل الرياضي الجرزيسي والملعب الرياضي السفيقسي يستقبل الأمل الرياضي بحمام سوسة وحظ سعيد المجموعة الثانية الجولة الأولى مقابلة التمتاح مستقبل الرياضي بقبس يستقبل الأمل الرياضي بحمام سوسة المقابلة الثانية تراجل الرياضي الجرزيسي تستقبل الملعب الرياضي السفيقسي والمقابلة تضم يدور يوم 18 أفريل بالنسبة للجولة الأولى بالنسبة للجولة الثانية وستدور مقابلتها يوم 22 الأمل الرياضي بحمام سوسة يستقبل تراجل الرياضي الجرزيسي والملعب الرياضي السفيقسي يستقبل مستقبل الرياضي بقبس يوم 25 أفريل يوم خمسة وعشرين أفريل خمسة وعشرين أفريل الجولة الأخيرة وجولة الثالثة المستقبل الرياضي بيقابس يستقبل ترجي رياضي الجرزيسي والملعب الرياضي السفاقسي يستقبل الأمل الرياضي بحنانسوس واضح واضح سعيد جداً أبش نعود نذكر المجموعة الأولى والمجموعة الثانية إذن المجموعة الأولى تذكروا معيهم 17 أفريقا وفي القفص يستضيف أمل جربا ونيدي أولمبيك مدنين يستضيف نيد رياضي لحم الأنف ومن الإربعاء 21 أفريل أمل جربا يستقبل أولمبيك مدنين ونيدي رياضي لحمام الأنف يستقبل قواب الرياضي بقفصة الملجولة الثالثة المجموعة الأولى الجولة الثالثة والأخيرة تصور بيش تحدنا الساعد من هذه المجموعة بطبيعة الحال قوف القفصة أولمبيك مدنين وحمام الأنف نيد رياضي الحم الأنف يستقبل أمل جربا هذا يوم السبت 24 أفريل بطبيعة الحال هذه المجموعة الأولى بالنسبة للمجموعة الثانية مامنا الجولة الأولى مستقبل قيبس يستقبل أمل رياضي بحامن سوسة والترجل جيسي يستقبل الملعب رياضي سفيقسي المباريات هذه بشدور يوم الأحد في مونتاش أفريل بالنسبة للجولة الثانية دائما مع المجموعة الثانية أمل رياضي بحامن سوسة ترجل جيسي والملعب سفيقسي مستقبل قيبس يوم الخميس هذا 22 أفريل بالنسبة للقاء الجولة الأخيرة المجموعة الثانية بشكون إن شاء الله نال لحد خمسة وعشرين أفريل مستقبل قابس يستقبل الترجل جيسي والملعب السفقسي يستقبل أمل حمام سوسة هذه القرعة وهذه المباريات وفقنا فيها كل شيء فيها كل شيء في القرعة وإن شاء الله رب يوفق الجميع دونك فلا هاتك ساحة سعلي نخلي الكلمة تختام مشكورين جداً كرابطة وكجامعة بطبيعة الحالة هذا التعاون دائماً مع تلفزة تونسية كالعادة تاريخ أكيد 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 جداً فمع حاجة أخرى حبيت نقول لك عليها فم بعد انتهاء هذه البطولة المسغرة سيتم إجراء مقابلة فاصلة بين الفريقين الصعيدين للرابطة الأولى لتحديد بطل الرابطة الثانية مش دور مقابلة ويستم سيتم الأعلان على الموعدة الموعدة في الوقت المحدد وعلى الجمعيتين الالتزام بإجراء هذه المباراة في تونس أكيد لتحديد مش درش حظوظ ولكن تحديد البطل الرابطة المحترفة الثانية بطل هذا هو فيها وانا فيهش إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أكيد هو هو اللي حبينا نعمله سيرموني ومعني دون كرام زيان هي البطولة ولكن ممكن يكون فيها حوافز وتشجيع للفريقين وهدايا وهدايا للفريقين أكيد بهي برش أكيد هاي اليس تسي ولي شكرا على الاستضافة احنا نعتبر أرواحنا اليوم في دارنا يدار التلفزة التونسية هي شارك معنا اليوم في التكسواء في الرابطة المحترفة الأول أولا في الثانية في تعاون وتناسق من أجل مصلحت الرياضة التونسية كيف كيف مناسبة إن شاء الله نتمنوا معناها الميني شامبيونات هذه أو ما يسمى بالميني شامبيونات تتعادى في ظروف طيبة كانت برحرية تستنى حاجة واحدة نأكدو عليها سيسكندر وانتي معنا متابع معنا إن شاء الله يكون فهم احترام تيم البروتوكول الصحي خاطر كي ما نعرف وما نبقوش أن نذكره فيه خاطر ناس كلها تعرف الوضع اليوم الوبائي اللي موجود كيف كيف ننأكدو على الجمعيات احترام الشارات المسلمة من طرف الجامعة التونسية للكر القدم يعني اليوم إحنا كهيكل تنظيمي كربطة الربطة الوطنية هيكل تنظيمي نأكدو لأنه بش يكون معناها مع كل الجمعيات على 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 في مستوى واحد بشنا سواسيا سواسيا ناس كل فما خمسة وتلاثين شارة مسلمة معناها زيد حضور جماهير اليوم المرض هذا ولا مع الجمعيات ما إلا بش يزيد يعمل مشاكل ولا حاجة أحنا ماذا بنا رايض وناس كلها رأوا الكرة فها ربح وخسارة إن شاء الله يربح ويكون قير مش بتحلوا بوليميك الموضوع هذا شوف نحاس بالسوار نصابق شاو أهم حاجة أهم حاجة أهم حاجة نأكد عليها إن شاء الله تتعدى في كنف الروح الرياضية ومبروك لكل المسبق معناها لكل اللي بيعطي كرة يرعب كرة ويرعب واحد إن شاء الله يكون هو من الفيزين إن شاء الله الحكام يكونوا في جاهزية كبيرة بشي نحن لا تفلوج في القيل والقال والتأويلات وغيرها أكيد هذا يكل ينتمنى صراحة أنا مش في وجوهكم معتيكم الصحة خدمة كبيرة قد نتقوموا فيها تعاون كبير وخاصة على سي عبد الرزيق يعرفوا العلاميين الكل نكيد كل شي في وقت وسي عبد الرزيق يسكندر وجب علينا ميش نكونوا عنا المعلومة ونعديو المعلومة ونتعاملوا باول انها بكل أخوين حتى نسمى رئيس مسلحة الرياضي أشكر فيك ويعود متعاون برشا سي عبد الرزياء كل مطلب نان وربيع البغان من كل مطلب حاضر رئيس المعلومة بكل دقة نفس الشيء بالنسبة لذات الشباب يظل تأسير ديما مع تعامل متواسط خدمة تحية لكل عضاء مكتب الراعة الوطنية المحترفة سي معز براوي كيف كيف كان شكون تواجد معنا ولكن بظروف سثنائية نسلم عليه بالمناسبة سي معز سيد رئيس الرابط سي محمد العربي بيانسور آخر حاجة بربي فاما اليوم حافل سثنائية يعني حافل سثنائية كالعادة ولا في كل الموسم نحنا ظروف كورونا هي اللي خلاتنا عمنا ولم عمناش وإن شاء الله سنائية سنائية بشكل فاما إن شاء الله إن شاء الله ظروف تبدأ به هي نبرم فيه مصومة حتى موش أكيد أكيد نحنا ديما نحبه النفوة يقفوا برشا في رقو الهندية حتى الإعلاميين يعني أكيد واللعبين زادة خطر هما بيدهم عندهم زوائز عندهم زوائز وصهرية ممتازة وحلوة معنات حتى اللي نسكل نكملوا بها الموسم يشبيه إن شاء الله واطح أعطيكم صاحة دونك الحضور سعليه مشكور جدا سيولي نورتونا اليوم سعبد الرزيق نفس الشي شكرا لكم تبقى معي هادي بتبيت الحرب ستغادرونا نطومه ولكن نشكركم مرة أخرى القرى نعودوا نذكروا بها بعد شوية مشتوتة وخلين نبدأ مع اللقاءات بنسبة للمال جولة ختمية للمرحلة الأولى اللي بطولة رابطة المحترفة الثانية اللي كنت القدم دائما لموسم 2020-2021 اللي قالول ندري هذا اللي حمام الأنف اللي كان انهزم بعد ما ضمن تأهله بتبيت الحال موسم الفارث الأسبوع الفارث لا مش موسم فارث موسم فارث الرابطة الأولى نوك الأسبوع الفارث كان ضمن التأهله متاعه كان انهزم ضد جمعية جربة اللي كانت في حاجة إلى انتصار لضماء البقاء وهذا اللي حصل الجمعية جربة فيس على حمام الأنف المجموعة الأولى والريهان هو مقعد بالرابطة ثينية بالنسبة لجمعية جربة المطالب بالفوز على ملعب حمام الأنف ولقاء مصيري لأبناء المدرب ناجي جراد عكس المضيفة الهمهمة اللي تأهل لمرحلة البلايوف وبالتالي فرصة للمدرب عبد الحيب السلطان لإشراك بعض اللاعبين تحذيراً لمرحلة الأهم في انتظار انتلاق الصعود للرابطة المحترفة الأولى الحكمة باديس بن صالح يعلن مخالفة لجمعية جربة أحمد مزهود يسوب والحارس علي الجاسمي في المكان المناسب الإجابة من نادي حمام الأنف عبره هدف أبيض بفضل محمد سعيد كرشود وراية التسلل الأسبق من مساعد الحكمة عدم استغلال المخالفات من جانب جمعية جربة والحارس علي الجاسمي متفطن ومركز بمناطقه مرة أخرى جمعية جربة أمام فرصة افتتاح التشجيل التردد ونقص التركيز وتبقى نتيجة دون أهداف المهجم المميز بسرعة محمد سعيد كرشود يعكس الهجوم لأبناء الضحية الجنوبية إمارة الكورة ممتازة للاعب لأي زروق وخبرة الحارس أيمن بن أيوب اللي فسخ فرصة هدف محاقق لنادي حمم الأنف الحارس علي الجاسمي يتصدى لتصويب اختيرة وفورما كبيرة من حارس لهم هاما جمعية جربة تبحث على ثغرة في دفاع حمم الأنف عبر توزيع من الجه اليمنى وعمار بن سيسي ورأسيته تغطأ المرمى وشوط أول ينتهي بالتعادل السلبي دون أهداف بين نادي حم الأنف وجمعية جربة الشوط الثاني الدخول بقوة من جمعية جربة الحكم باديس بن صالح يعلن عن ضرب الجزاء بعد تدخل على لاعب مروان التونسي وفورمة الحارس علي الجاسمي تصدي ممتاز في مرة أولى أمام عمار بن سيسي وتتوصل العملية وهدف في ذي على جمعية جربة مرة أخرى الخطر يأتي من الجه اليمنى عبر مروان التونسي وهذه المرة العارضة تبقي نتيجة على حالها سفر لسفر تغييرات بالجملة في صفوف نادي حمم الأنف وهذا مفهوم من المدرب عبد حي بن سلطان لإشراك واختبار أكثر عدد ممكن من اللاعبين قبل مرحلة البلايوف تغييرات في التمركز يتم استغلالها من جانب جمعية جربة تقيقة 66 كرة في اتجاه بيلال حذيري بمناطق 12 متر يصوب ويباغة الحارس علي الجاسمي 1-0 للضيوف العمليات الهجومية والإصرار على الخروج بنقاط الفوز كان واضح من جانب جمعية جربة تقيقة 79 ضغط على اللاعب بيلال حذيري بمناطق 18 متر يمكنه بشي تحصل على ضرب الجزاء يقوم بتنفيذها أحمد مزهود ويسجل الهدف الثاني تتواصل الفرس ولكن دون خطورة تذكر ونهاية اللقاء بفوز جمعية جربة بهدفين لسفر أمام نادي حمم الأنف مما يساوي ضمان البقاء رسميا بالرابطة الثانية في المقابل حظ أوفر لنادي حمم الأنف في مرحلة البلايوف آمننا بحظوظنا مشينا لبعيد مشينا للسبيخ أجبنا التعادل المنافس مباشر خليناه رانا أول مرة بعد سبع جولات باش ولينا بعدنا من القاع هذي اللي يخلى الفريق اليوم مع انتا ينقضوا مع انتا يبدال المرحلة متاعنا بالقدار اليوم شفتوا الفريق قدم مردود طيب ضيعنا ضربة جزاء لكن ديما نمنوا لأخر لحظة ما زلنا نمنوا أنا مش نفوزه والحمد لله فوز فوزنا في المقابلة هذي يخلي على الأقل الجمعية معاش تقعد فيها الغسرة هذه بالنسبة لجربة معتها برافو لعبت معتها ريجل نحن لعبنا كما شفت في التيران عادة ماتش بيل زي ميطونت مركي والدبيوت معنا تجي في وقت معتها سعيف شادينا بعد اللعب واخرة هي التالي شادينا احنا اللعب حاولنا مش المركي وممركي ناش شاء الله مبروك الجرب البقام بتاعها وإن شاء الله نعديه الفاس السعيبة اللي شدينا بس ما رح لا يتعدى به وكهو كما قلت منذ البداية إذن هذا قانون اللعبة فما شكو بشي فرحب الشي يا سعد فما شكون نشيض من البقاء تم بعد نحكي وانا الضيفة من البقاء متياه ومسعد شو منزل شو فما شكون بتبقى الحال اللي يغادر وهذا قانون اللعبة مختار ترابيسي مرحبه 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 إسكندر مرحبه مشاهدي تبعت لقائي تبعت القرعة قبلة شوية وما مجموعة الموت يعني السبمية ثانية بحكم يعني برشة بريتون دون المجموعة الثانية أسهل شوية فمش دي سوربريز هذا هو متوقع متوقع ولا بشي بشي ربح ولا بشي مشي ويمر بتلاثة مباريات مهمين كل مباريات نفس ماما بس يا بقراج مرحبه 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 الحمد لله صفال كل عادة حتى الحساسي ما تحضرش فيهم أنا قاد تتابع في المباريات بكل دقة متابعة وفي وكل عادة حكيت قبلة على فريق عريق مدرسة كبيرة بشي حكي على اليوم كل عادة في كل حسة أنا هنكيت لفريق هاسمر هذه حكينا على فريق مدرسة في الشمال الغربي كان عنده مدة من 2009 زل من بطوط المحترفة الأولى ذكر وزيدة كان أثر خطاء تحكيمي وقعد مدة سنوات رغم الظروف المادية الصعبة وغيرهم ولكن على الأقل محافظ على مكانته في الربطة الثانية وهو في محاولة للعودة لبطولة الربطة المحترفة الأولى لكل قدم نحكي لنا على جندوبة الرياضية وسينفعة تويري رئيس جندوبة الرياضية من ورنا اليوم في بلاتور الربطة الثانية مرحبا يا سينفعة وبك عايش تحيير كل مشاهدين قناة وطنيين وشكرا على الاستضافة مرحبا بك نبدأوا بالإقاءة ندي حملان في جمعية جربة بطبيعة الحال ونبعدها ونرجعوا نحكيوا على جندوبة في اللقاء الثالث لهذه المجموع كنت تبع في المبارات مختار ممكن الإشكال بتاع عبد الحي بن سلطان الدسكور يعني قبل الماتش معي كيب مترشح ما يشلق نعرف في الأمور هذه يعني الفريق يكون عكس يعني ناجي جراد في فريق يعني المبارات اللي يزمو ينتصر فيها شفنا فريق يعني جمعية جربة الأولين على الكورة رغم ضيعة ضربة جزائع عود رجع في السكور شفنا علي القيسمي براتيك مو حارس حمام لم يلعب ضد جمعية جربة واحد وهذه مفهوم رو في أمور كيف نهك ويعني وإخر يعني الجورني اللي عادي بشي جرب يعني يعني اللاعبين أخرين برافو الجمعية الجربة اللي يرجع من البعيد باش منع ومش المرة الأولى اللي الموسم الفارطي ذهول كيف مش المرة الأولى اللي في كل مرة جمعية جربة يغسور في الجمهور امتي ويقعد يستنى الذكر موسم ما قبل الفارط مع فتح حسماعيل كيف نزل مقبل سبعة منطقيا نزل قبل سبعة وثمانية جولات ورجع لكن المباراة المباراة المهمة اللي يتعدى به هو نتعادل في السبيخة في الشبيكة بالذات وقت يتعادل هدف لهدف يظل هذي كالمباراة المنعة بالنسبة للفارط وفاز في جربة على جاندوب رياضي وزيت فاز على الناد رياضي لحم الأنف وهذه صعبة الاتهام كانت تتوجد بطريقة غير مباشرة للناد رياضي لحم الأنف اللي ضمن صعوده للمرحلة القادمة منذ الجولة القادمة خاصة وخلينا نقوله تحطه أيضا حتى على مقطع رأس رئيس النادي فاضل بن حمزة اللي هو من أصول مدينة جربة هو صحيح هذي يعني ما ما يتخبيش يعني رئيس يخرجوا يحكي مع الجمهور فما غادي من الجماهير بطبيعة اللي سمعوا بنتيجة والي يتفرج في القصطح البرى ماتيرا أي خرج الملعب يخرج يقل الجماهير تقريبا عاشر أحدش شخص بضيع من المحبين أحكي معهم فسر لهم على الوضعية ما كانوا راضيين أكيد جمهور عنده الحق يعني يتغشش وقت الهزيمة ما كانوا راضيين عالدي الروتاسيون اللي حاب ينظف وراق من حقهم بتبيعة الوحي كان غايب منتصر الخمير كان غايب ربيع بوزيد كان غايب في حمل جربة بتشكيلة مثالية كيتو دوبل بالشتلعب بدل تخل مثلا رأيين حديد أطفال الذير كان مع ميها الكنزاري في البطولة الإفريقية الأخيرة مع الأوسط ريني فما رأيين اللي بدل تخل عشرة ركنيات في المباراة مخالفات متعددة كان مسايد كان مسايد أنا عجبني في جامعية جربة الحق بلعبية عامو ماتش كبير كما دخول بليل لحظيري كما مرتضاء المليتي مروين التونسي ومنسوش اللوك تبدل كنتي موافق المجموعة أنه مخر في الموسم يعني ما خداش بايتهم اللول ولا يجري وراء الطبيعة ما إنتي قلت خسرة نقول العب النار جامعية جربة ديما العب النار كما منزل نور لعبة بلنار لاني السبيخة أنا قبل لك حكيت على الممكن الاتهامات الغير مباشرة ممكن نوست حتى إلى درجة التواتي ولكن هذا من حق أنه هذا يلوم ومن حق زادة أنه طرف لغري يداف على الروح ولاني نتصور حتى رياض حمود عليها نشوف والاستجواب وتصريح 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 وعفوا وشنو قال في حق الناد الرياضي لحمام الأنف وأيضا نسمو أيضا إلى رد سيد فاضل بن حمزة رئيس الناد الرياضي لحمام الأنف تفاضل حمام الأنف معنا بلاعبة نتصور لعبة كورا المتش هذا ودارتهم عارفوا كيفية يخذوا المتش هذا إن شاء الله العمزين نرجع وش نقول لك ستين نرمال وأن أصباح بشتتهم فضل بحمزة بسيطة وقصة من جربة واليوم جمعية جربة لأمان ونساسمو كانت أكثر من حاضرة رطحنا بعض اللاعبين فما عنا زوز لعبين من أحسن اللاعبين اخذو ثلاثة بيطاقات للمقابلة الفارتة جربة كانت حاضرة أخير من أبشتربح ما قبل بتاح مي بالنسبة السباحة بشتتبشتتهمني ستين نرمال بغتلي تشوفوا أنه أنا رئيس ندي لدي حملي واسلي من جربة بشتقول لك فمح كيف الوصف ربي يهديهم وكاوية شون نزيقو مي ساش واضح حمسي فاضل وانه لال التأويلات رئيس جمعية دي ما هو في الفوهة الأولى سينافة معتها هو المتهم هو المتواطى وزيد يضف لي ذلك اللي هو جرب وكاني مخيطة وكاني حاضرة باش ولكن من حق الفريق الصعد وانه زيد حر بش يلاعب بش كون ملاعب بش ولتها جوريات هذه اختيارات انت عمدربة وما انظنش الفاضل بالحمز واتدخل فيها واذي كورة والماتش تلعب سيطيرة ونشوف اللي يظهر لي جربة تحسنت على لعبنا ضد جربة وربحتنا اثنين واحدة عدلت وفزو مردود انت حتح تحسن من بداية الموسم رغم لمباراتكم ضد جمعية جربة وقتها ما زلت وما ضمنتوش البقاء ولكن نظر النتاج المباراة الأخرى ضمنتوا البقاء رغم لازم حسابيا نتنجب نحن ضمن البقاء كنا حتى في القولا فيراج لو حتى كنا قولا فيراج مع جربة احنا خير منها وما ضمن البقاء نحن ضمن اقبل بجولتين وكانت مباراة على المثاق الرياضي حلعبنا ربحتنا جربة على انجاد برافو تحسنت حسب أنا منشوف النتاج نتيح في أول الموسم وجرب الموسم الثالث على التوالي تلعب بالنار بالحق كما قال سيلهادي تبقى لآخر وقت نورمال جماعية عريقة تتلف حول المسؤولين وحول وان شاء الله يكون مستقبل أحسن من السنين الثلاث اللي فات بربي في كلمة في كلمة ثويني علي سدي ان دي ما قارنها بأمل جربة فر جزيرة ولسقين بعضهم عليش عمل جربة في البلايوف وجماعي جربة كل فريق هذا فريق وهذا فريق هذا عنده لعبين لكن عليش هيئة مديرة لما يعني ملتمة في جامعي جربة ضيعنا برشا وقت في المديرة مرة رئيس ومرة نيب رئيس وبعد هيئة مديرة أخرى انقضت الفريق وان شاء الله نزل في المتش ويت عن 12 ماتش كاملين اليوم بتبقيت الحال في هذه الجولة الأخيرة مرحلة الأولى بطول الطرفة المحترفة الثانية كورة القدم بشي حكيوا أيضا عن الجاندو باردية دونك نحاولوا نعديوا المباراة لكل مستقبل السبيخة رغم الانتصار كان غير كيفي بتبت الحال على حساب النادي القربي خمسة هدفة تمام ولكمال ثلاثة اثنين لمستقبل السبيخة عبد المجيد الجبيلي فاخر الطاري شكري الفرحاني وحمزة بنذيف عنوان وحيد لمباراة الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الربط الثاني في مجموعاتها الأولى بين مستقبل السبيخة وضيفها ندي القربي الانتصار والانتظار بالنسبة للسبيخة المستقبل مطالب بالانتصار وانتظار عثر للجمعية الجربة في حمام الأنف كما تعرفوا اليوم إن شاء الله ننتصره في مقابلتنا ونبقى ننتظره إن شاء الله فريق النيدي لحمام الأنف يعني فريق كبير وفريق باسمه إن شاء الله اليوم يلعب على المثيق الرياضي كما الأسبوع الفارط والمبيك مدين انتصر علينا ولعبوا على المثيق الرياضي في أمني ومش أحنا وصلنا دخلنا اليوم في السيتيازيون الوضعية الصعبة هذه أولى فرص السبيخة كانت تقريبا بعد مضي ربو عساء لعب التوزيع من أسامة العامر ورأسية أسامة بن طرشا في دين الحارس نصر الدين جواعة يرد عليها النيدي القربي بفرصة جدية والحارس أشرف بن عامر أسرع من رامي البغددي الفرصة الثانية للمستقبل التمهيد من ياذا حمودة وأسامة بن طرشا يسدد كرة قوية والبقية هدف ممتاز الدقيقة 26 النيدي القربي يتحصل على ضرب الجزاء نفذها رامي البغددي بنجاح وعد الانتجة المستقبل يرجع للهجوم تزديد أولى من أسامة بن طرشا تمر جانبية التصويب من عمد المجبري الكرة في دين الحارس جواعة دقيقة 43 فرصة ثالثة على التويري للمستقبل وعلى نفس شاكلة الهدف الأول التمهيد وأسامة بن طرشا يسدد ويعطي التقدم من جديد الفريق مع بداية الشوطة الثانية فرصة ثمينة للنادي القربي والقائد نبي نسليمان يخرج وجه لي وجهه مع الحارس أشرف بن عامر اللي كانت له الكلمة الأخيرة ويتقلق ويفسخ هدف محاقق سلسة من المروغات لمحمد شعبان وتزديد وخارج المرمى في المقابل المستقبل يلعب الهجوم أسيست من عمور بن نصر لمكرم جنتارا اللي في أول لمس لكرة ليه يتمكن من تزيل الهدف الثالث هدف هدف المبارات نزل فيها المستوى نظراً لوصول نتيجة مبارات حمم الأنف وجربة لتنتهي المبارات بفوز مستقبل السبيخة في مقابل الثنين ورغم هذا الانتصار فأن المستقبل غادر الرابط الثانية مبارات مبارات كما تعرف واحدين بعد تيح واحدة معناتها مانعة البريسيون كبيرة على السبيخة احنا معناش بريسيون يمكن الكنسانتراسيون تعلماتش ملول ما كانتش معناتك كما يلزم خمسة ما تشوية تعالنا خمسة أختاء معناه يضحكوا معناه هذه كيكورة هي وحنا نطلبوا سميح من جمهورنا إن شاء الله نرجع الرابطة في الثانية والعام يجي عام كامل نحن نخدم على جميع المستويات لكن الكورة ما نصفتناش في برشة مرات الحمدول على كل إن شاء الله إن شاء الله سبيخة ترجع في أقرب وقت حتى تلخطر سبيخة ما تستهلش باش تلعب الدرجة مؤكد جدا ننضم أصواتنا لأصوات مسؤولي وإطار فني ولعبين وإذا نحب أسبيخة في العودة السريعة إن شاء الله للرابطة المحترفة الثانية للكورة القدم ذاكرة ومستقبل أسبيخة ينزل الرابطة الثالثة بعد ذوز موسم قضاهم في الرابطة الثانية للكورة القدم وحصلت نادي القرب يخرج قواعد تعادل ثم أربعة هذه أمس أكيد يعني مستقبل أسبيخة اليوم معناها كان أمام حتمية الانتصار كان أمام يعني لازمو ينتصر ولازم أو مامطان يعني يستنى المباراة نتيجة مباراة حمام نالف وجمعية جربة نزل بكل ثقل للهجوم حاولوا أنه يعني يخذ باهم للول حاولوا أنه يكمل المباراة معنا يحقق نتيجة لترو بوان مالو رزمو فوريا مزور وأنه الوقت يتعدى كانوا سمعوا بالنتيجة مباراة نادي حمام نالف وجمعية جربة المورال بلوزو مو يعني يعني نقص شوية الملعبية خرق لأخيرة من المباراة أكيد كانوا ليس لقاء الوحيد المسألة والحكاية ليس لقاء الوحيد بيانسور أكيد حتى في المجموعة الأخرى نحكي ومن بعد يمنعوا الدخول في الجوال والرديوات ونكلموا هذه جبناني وصي الزمالي خيقتين لخرين نحن على القرن لم تشاهد نحن لم تشعطيوا المعلومات نحن قفرتو لأي بطور حاولوا يعني شفنا حتى الهداف يعني مباراة كانت مفتوحة إنه دي القربي معناها ما عندو حتى بريسيون كان ضمن البقان تاع وصبيخة نعود إن شاء الله عودة سريعة إن شاء الله عودة سريعة رغم أنه مردود طيب قامت بي أكيد السناء ولكن هذا قانون اللعبة دي ما نحكي و دخلة كانت بي وكل صراحة واضح دخلة كانت واضحة وسمعت رد حتى رئيس ندري عاملان شنو قال تجاه التي ميت ذي قال كذلك الكورة أخوية وذلك نحن أحرار في اللعبين نحطوهم خاصة وأنه الفريق ضمن صعود من الموصوب الفارت واللي حب مش صبيخة فقط كل فريق جندوبة ريادية وجندوبة مدرسة وناس ملعب بيكورة القدم ونلاي شغلك جندوبة بخير لكن قليلة الحظ في الرياضة من ناحية ونحن ذي معروفة جندوبة ديما مظلومة تحكيمية مناحكيش على السنين هذه هي ديجاء تاحت في الفين وتسعة في مظلمة تحكيمية جندوبة مدرسة جماعية من عام الفتسعمية واثنين وعشرين جماعية ماهيش ما أحنا ديما مقول ولاية ماهيش معتمدية ماحترام المعتمدي يزيما يكون في موقع مع أحسن مكانها أنا أقول القسم الأول لكن ثم ظروف بتات المخلات جندوبة توصل للمرحلة ذيك مادي وحتى في اللوجستي اللوجستي وفم تقصير زاد من أولاد البلاد رجال العمال المنتصبة بالمناسبة هذه فرصة تحطيهم دعوة بعد أحكد جدا نفهم رسالة بالتقصير الكبير سنافع خليل نبدأ تدريجين خاطر بش نشوف في تير في برش قام وبش نرجع ونحكي ونحكي سور المسألة هذه أنه رجال البلاد ويحكي نحن جناد ما ونحن نحب وجندوب رياضية ولكن وين وقت الرسمي وراه ما يش مساعدة وميش مزايا وقت اللي تقول بش نمد الفريق إذا كان عندك ولا اسم الفريق كان الاتحاد الرياضي بسوق الأربعاء ولا اسمه الجمعية الرياضية بسوق الأربعاء تنك الاتحاد ولا الجمعية وسنة ستة وستين ولا اسمه جندوب رياضية هذا هو هذا هو بتحديد أرقام أخرى نكتشفها مع عماد زامول عماد الكيليني وعبدالتيف معتوك على ذفاف واد مجرد نشأ فريق جندوب رياضية منذ تساعة سناء اسم متداول بقوة في الأوساط الرياضية في مختلف الرياضات والأقسام 35 موسم في الدرجة الثانية منها 12 موسم على التوالي جندوب الرياضية انتمتل الرابط المحترف الأولى موسم 2005 2006 ثم لمدة موسمين من 2007 ل2009 مع دور النصف نهائي للكاس في موسم 70 وعاد وسبعين وقتا سحب أبا مندي سفاقسي نحن في عامنا نحن جراء التحكيم عملنا عام في البي ورجعنا عامين أخرين في النسونال الضائقة المالية هي التي تخلينا منيش ركزين في النسونال جندوب الرياضية تفشل في تحقيق اللعب على البلايوف بعد مرحلة أولى انتهت بمركز رابع في المجموعة الأولى حداش النقطة في عشرة مباريات زوز انتصارات خبسة عادلات ثلاث هزيم جندوب الرياضية لم تعرف الهزيمة على ميدانها كما ما عرفتش الانتصار خارج قواعدها هذه الظروف ما نجمليش نقدمه في مطا لما الحمد لله معني في بلوزير فاكتير كتشوف كريز متاع فلوس وكورونا فيروس وواحد تسمى مينو شمبيون عميش شمبيون عفمت حتى الوتوماتيزم تخلقا بعد جندوبة جمعية كبيرة لغالي موصلناش للوبجيكتيف لأول هو السعود ما تمكننا باش نوصلوا للوبجيكتيف الثاني هي نحطوا جندوبة في مرتبة مشارفة لغالي بسنية عام صعيب شوية صرتو الكورونا أثرت بتبيع كورونا نقصت الموارد المالية من عند السولات كيف كيف غياب الجماهير زادة أثر نحنا كنجي نشوف ناخره اليوم جندوبة سبور عندها سمع لعبين وابناء نادي يلعبوا في 11 تتولير معتها عمرها ما صار متلقاش حتى تاول تاول متلقاش في جمعية تتكون في لعبين عندما سمع لعبين عمر عشرين سنة كناخره اليوم حارس مرمى عمره 17 سنة يلعب في الليك دو بالعكس معتها حاجة باية اللي تحسب للمسؤولين النادي اليمنوا بولاد النادي وليحبوا يعطيهم أكثر فرصة باش يبرزوا أكثر غايسي نافع سيف الدين الإخوة دي قالك نقص الموارد المائية عفوة المالية مالية شوف تخطر تيناعة تبارك الله وإذا كان واحد الشمال الغربي مش يقول نقص موارد مائية مالوين مش قول ما هيك ولا هيك ثم نقص موارد مائية لا بس لح ناقص شبولات والعينين هابتة وحدة تبارك الله تبارك الله لكن ببشي جي السيف والبلدية حابوا يدوشوا كل يوم سماح العشيز وش بهم برش يكوروا هما زيدا غادي وطوش وشو والفريم تحت وشو وشهري شنال نقص الموارد المائية مالي خالصين لولاد خالصين مي خالصين شنوه خالصين خالصين يعني ما ثم مش موارد مش خالصوا نحن زمن عدنا عهود مع الزمن ننفو بها مع جوالات انتعان ومع مسؤولين ومع مدربين بالمناسبة صعب لفتنا مش نشكر الصلطة المحلية ومبتدام من الولاية مساء على رأس سيد الوالي والمعطم دلون ورئيس بلدية والأعضاء والسلك الأمني والسلك الصحي والحماية المدنية لأننا بالحق ناس واقفين معنا كل ما تضيق بنا نلتج أوليهم ونجد الحلول ونجد مساعدة بش نرجع بيك للأمور المالية الأمور المالية شو جندوب تعتبر من أغنى الولايات الشمال الغربي والدليل اللي كان فيها بنك مركزي بنك سنترال يظهر لدولة في السياسة تحوط بنك سنترال في جندوب يعني معروفة ريفام فلوس فلوس الدور لكن للأسف اللي فلوس الدور للغريب اللي وقت نشوف ونحن ثم حملات عملتها فرق أخرى والجماهير جندوبة تتبرع الفرق أخرى نشوف وكأن عدم الاعتراف بالانتماء أنا نقول يجب برش عباد تحس بالانتماء ويكون فخور اللي هو ينتمي إلى الجندوب الرياضية وإلى ولاية جندوب مكانة سواء اقتصادي سواء سياسيا سواء الموارد المالية شاح التعاون رغم من وراه سينافع مانش ندافع الفرق اللي عندها شحة من الموارد المالية ولكن قاموا بإنجازات وبعد نحكي على نبي كمون دورة كبيرة يعني تروازيس مشكل مادية رهيبة كبيرة نقص بشري رهيب ولكن رغم ذلك تمكن مقال هادي مال الفات فمسي التشبيب والتعويل على أبناء الفريق بالنسبة كبيرة ولكن عطينا على مدى قداش قريب متوسط جندوب الرياضية شوف أنا حظ في نفسي وقت نشوف الجمهور اللي كنت شوف فيه جندوب الرياضية روما من أقوى الجماهير ومن أعقل الجماهير ولي ذرلي إلى حد الآن أنا لم أسمعت مشكلة مع جمهور جندوب سواء مع الأمنيين سواء مع الضيف جمهور كما كيف يسحق بشي شلع النسيونال ومن حق بشي النسيونال وأنا شوف كدخلت الجمعية حبيت نعطوا الإضافة مشينا يذل اللي عملو اللي بليوف صرفنا برش فلوس في العام الثاني يقين اللي عملو صرف برش فلوس مالش بشتقي توازن التاعك المادي ما فماش ولاد جمعية أنا قادنا نتوى خمس سنين هذا العام السادس وصلنا للنتيج لحاشتنا البارح يلعبوا تسعة من ولاد الجمعية اللي يتجاوز عمارهم ما بين التسعتاش والسبعتاش والواحد وعشرين سنة هذا إنجاز تاج أندوب أنا أنا منحب نحكي برش على إنجازاتي وإنجازاتي المقراب من الجمعية يعرفوا عملتني الجمعية سوى ماديا سوى الاستراتيجية الجمعية جمعية ندخلت الجمعية جندوب الرياضية لم يكن حتى كنترها مش كل تعرف هذا مجوار جبناها ملبطح ووامنا لها كنتروا ومشي لبعيد في العام لولو ومشي بليوف لكن ما بيناش شكون السند مقلوش سند المادي برك حتى المعنوي شوف اللي حب جمعيته راو يقف معها راو ينخرط فيها راو يعطي آراءة راو كي ينقض ينقض ناقد بناء يعرف شنو مش عاليش ثم عزوف على تقديم بشي شد رئيس جمعية مش في جندوب برك صحيح هذا صحيح هذا مالي وعليش وهم مشكل كبير مش المشكل في الماديات راو شوف الماديات تجي الأخلاقيات اتفقدت أي رئيس يقول يا أخوية أنا مش عادي وقت وفلوس ونخسر برش صحابي أنا مثلا أنك صرت برش صحابي على الكور صرت برش علاقات مع صحابي في جروة الكور تبشير ولا يشوف كأنك جاي بشت المفلوس سينيف أنت ومعروف تضحياتك صراحة ما تعرف صحية وانتو كنتم واكب بكل لحظة مع الموجودين في جندوبة وهذا كل ما ننكره نص سيجندا بش نعطيك ملاحظة كبرش نسمة تعرف هيش ونحكي أول مرة أنا الوالد نتاعي توفيت الله يرحم ونعب في تونس ما شفت هاش في جورة الكوفيد لأني أنا جيت السفاء جيت باللحد ويجزي من نعمل خمس أيام حجر صاحب ذاتي مراوحش الجندوبة لنهار لبش روح في الجندوبة في قبل الوالد مراوح الجندوبة نهار جامعة مشيت للرهابت ونشبت لها نسألك في أمور الجامعية خلينا نحك بلغة أخر لها بالحق من جيش الكلمة نسألك في أمور الجامعية مخلطش على أمي أمي أختي تعملي إيجا روح إزرب روح شوية ونقول هني جي للخمسة تعالى شي تصلت في أختي صحي توفات الوالد ومش فتاش رب يرحم ونعام وربي سابر لكم الحال سيد كل هذي يشوف وكان النتائج نتائج يقول فهم تضحيات كبيرة من شخص برش نسمع أول مر مر خاطر معنا تضحيات كبيرة تقوم بها ونتابع نحن كعالميين أنه هذي يصير في كواليس الجمعيات أنت من ناس تخدم في خدمة كبيرة وبركة الله فيك ويعطي الصحة ونس كل مع تشهد لك على هذا ودليل على ذلك وكنت مش تنسحب في فترة من الفترات لكنه كانوا دعوة شعبية في جندوب رجعونا سينيف ويضا وإذا نستقبلك سيد الوالي وقالوا لك أرجع واخذ رئيس الفريق هنا في نقطة سودة في سنة سودة ما بين قوس ينتعبير مجازي بالنقطة هذه وبعد نرجع للمباراة 2009 جندوب رياضية ينزل إلى الرابطة الثانية مباراة خبل الأخيرة ضد مستقبل قسرين هدف مقابل ضرب الجزاء زوز ورق حمراء لجندوب رياضية 23 أبريل 2009 حكم مغربي خليل الرويس يلقى نفسه أمام الندري الفريقي في مباراة الأخيرة مع حكم مغربي أيضا آخر عبدالله العشيري ونقطة التعادر كانت غير كافية ومنذ ذلك الوقت لم يعود جندوب إلى الرابط الأولى حب ذا موضوع به يسر خليص معوه لدعم وفي الجامعيات التي أسقطت جندوب الرياضية منها مزوس في رق كبار معرفين تسببوا في إسقاط لا علينا المهم لا 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 يشعرف لا يشعر يشعر الانتمان تعوين لا يشعر يشعر لا 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 لكن ثم ناس لا يعرف الواحد ثم واحد على اذن فخور يشجع في فريق آخر تلو أنت تحب الناس كل عند اللي حب وثم اللي عيش في تونس وحب برسلون لكن نحب نفسك قبل ما تحب غيرك صحيح به بشيء المبارات تعادل دون أهداف جندوب رياضية ولنبيك مدين اللي كان أيضا ضمن الصعود بتاعه قبل لقاء جندوب رياضية وجمان جندوب رياضية أيضا دور كان الضمن البقاء دون أهداف إذن لقاء جندوب أولمبيك مدين فوزي المفتاحي سامير برزيق وأحلام نوش على أرضية ملعب المرحوم معزة ويري بجندوب واجه فريق جندوب رياضية النادي أولمبيك مدين الساعد إلى مرحلة البلايوف في مباراة شكلية بداية المباراة كانت بطيئة جدا من الجانبين لم نشاهد فرص المحاولات كانت من جانب فريق جندوب رياضية مخالفة من المرسني مرة جانبية المساعد بتبعث حال يرفع الرأي لوجود تسلل خالد المعروف من الجهة اليسرى يرفع الكورة لكن رأسية المرسني لم تكن مؤتقة في الفترة الثانية نادي أولمبيك مدين في الدقيقة الثانية بعد استدام بين الحارس محمد أمين بن بريك حارس جندوب وحمزة بالحسن الحكم يعلن عن ضرب الجزاء لصالح نادي أولمبيك مدين تقدم لتنفيذها مالك الأندلسي لكن التزديدة كانت على العارضة بقية الشوت الثاني تقريبا محاولات من جانب فريق جندوب رياضية لكن بدون جدوى أبرزها كانت من هيثم لهميسي داخل المنقى من جانب خط هجوم فريق جندوب رياضية والتزديدة كانت خارج المرمى لكنها لم تكن مؤترة لتنتهي المباراة بتعادل سلبي بين جندوب رياضية والنادي أولمبيك مدنين تقريبا من بين الأرقام الممتازة لفريق جندوب رياضية أنه لم يتحصل على ورقة حمراء تيلد هذه البطولة المصغرة حسابيا وفي الأرقام أولمبيك مدنين عنده أكثر نقاط عنده أكثر فوز أحسن في الجول ديفيرونس أحسن لكن هذا لا يعني حد شيء اليوم دخلنا في مقابلة جديدة ثلاثة مبارايات مهمة جدا بالنسبة لنا نحن نزمنا بعد التعبة ذلك الكل أنا نشوف لدينا فريق قادر قادر أنه يصعر براتيك مو أنا في تخيجيط القروب فينا قام دي جون كلهم من ساعتارش ثمون طارش عشي سنية وحدة عشي نحن نحن لعب ويكيب سينيور الحمد لله هما لزول لنعطي فيهم مثيقة خاطر عندهم دي كالي كالي تي بإذن الله إن شاء الله جندوبا تبدأ تبني عليهم وبإذن الله إن شاء الله عام الجاي جندوبا تسحق ما خير ما هكو وإن شاء الله عام المئة ويكونوا من أبنائها هما يهزوا الجمعية إن شاء الله هاي مختار لأول مرة يعجز ندي أولمبيك مدينة على تهديف الموسم الحالي والأول مرة تعجز جندوبا لذي على تهديف على ميدانها في الموسم الحالي وهذا ينطبق عليه مباراة أخر موسم نعرف المدين يعني ترشح عنده مدة لكن ممكن المكسب فريق جندوبا هو الخير علش إخير تشوف من عرش فوق التسعة لعيبين يعني عمارهم بين 17 و19 سناء ويعطي صحة مدرب جندوبا يعني يذكر أنه البروجي نجمي تبني يعني من الساعة هذية نشوف الحارس المرمى محمد بن بن بريك 17 سناء المباراة الثانية ذلي لي نشوف وبون بشفاء العاجل المنتصر بلاوي اللي عمل العمل جراحية سيتام بون اكسيال خلد المعروف الخضراوي النفزي سيلا نحب نشجع الشبان هذو جندوبا من هزم شفي جندوبا لا ونقول يعطي يوم الصحة خطر الشبان بالرسم يمكن تشوف العمار 17 19 سناء قول سيتام بون بورجين شاء الله سينفع والناس الموجودين إن شاء الله يستحفظوا على المجموعة الطيبة هذه نتاج الكاملة للي هذه المجموعة الجولة الختمية بتوط الرابطة المحترفة الأولى لكورة القدم المرحلة الأولى نادي حمل من الأنف كان نهزم من جمعية جربة 2 المستقبل رياضي بسبيخة فوز على نادي قربي 3 2 وجندوب رياضية عادل مع أولمبيك مدين 0 الترتيب النهائي للمرحلة الأولى مبروك لنادي أولمبيك مدين والنادي رياضي الحمل في المركز الثالثة ودليل كان أمام حتمية الانتصار وكان له ذلك ضد قوف القفصة اللي كان ممكن ما يتأهلش لو فازوا كل منه للمساكن وتروازيس ولكن رغم الهزيمة في ودليل تأهل بدوره للمجموعة القادمة ومستقبل ودليل ينقض الموقف ما ينزلش الرابطة الثالثة واحد سفر لمستقبل ودليل مع طرق صاحي عادل بن عمار بوثينا رادتي جولة أخيرة حاسمة ومصيرية وكل فرق في المجموعة معنية بحسابة صعود البليوف والبقاء في درجة الاحتراف هذك علش التنسيق بين كل الملاعب خلينا ننتظر عشر دقائق لإعطاء إشارة انطلاق المباراة بمستقبل ودليل وقويف القفصة بقرار من المنسق العام سيف السويسي انتظرنا 12 دقيقة لعب بشوفنا استفاقة اللاعبين للدخول في أجواء المباراة ووراية التسلل كانت أسبق من انفراد رسم الريحي الإجابة من الظهير أحمد حرشيني على الجهة اليمنى من هجوم القوافل على مرتين كورة بعيدة على المرمى في محاولة أولى ودفاع المستقبل حاضر في التغطية في مناسبة ثانية كورة ميتة في دفاع القوافل وارتباك في عملية إبعادها من لعبية المستقبل يطالبوا في ضرب الجزاء ونصر الله الجوادي يواصل للعب الرتم يقوى في الماتش وعزيز بن محمد ياخذ وقته ومساحته يصوب تصويبها قوية لكنها مش مؤترة ارتباك متواصل في محور الدفاع وخميس الثامري يضطر لمغادرة مرماه لإبعاد الاخترر رسم الريحي شكل اخترر كبير على الدفاع القوافل وفرستو كانت مسبوقة بمخالف تسلل سيطرة شبه مطلقة لأبناء لطف العياري تجيب ثمارها 36 دقيقة لعب مخالفة في مكان مناسب يحبزو زبير الدراجي تصدي في مرة أولى من خميس الثامري أسيست ممتاز من عربي المقعدي وراسم الريحي يسجل هدف الأسباقية للمستقبل لحظات على نهاية الشوت وسامح بوحاجب بحث على مغارضة حسين الفزعي في تنفيذ مخالفة بشكل مباغت وحارس المستقبل حاضر الشوت الثاني هجوم القوافل يستفيق فرصة أولى حمص الصيدة على مستوى القائم الأول ما يستغلش توزيع حازم مبارك حازم اللي بحث على ضربة الجزاء ونصرال الجوادي يؤمر بمواصلة اللعب وعزيز بن محمد من جينب مستقبل ودليل بحث على ضربة الجزاء لكن فطنة الحكم نصرال الجوادي تعطي مخالفة لدفاع القوافل البديل خليل الجونتاسي بكورات ثابتة في وضعيات يحبذها برشا كان قريب من الكاج متاع خميس الثامري في زوز مناسبة 90 دقيقة مع ثلاثة كرة الكو من البديل محمد خنفير تصويبة منتزة وخميس الثامري بصعوبة يحرم أبناء ودليل من هدف الأطمئنان المباراة تمتهي الزوز في رقية نفسه السعاداء قواف القفصة تمر لمحالة البليوف المستقبل ودليل يضمن البقاء في الليك دول جاءت تدارك في آخر مباراة مع فريق قواف القفصة سحقين انتصار عن جدارة مشكوين على احترام من الفير بلاي هما كنادي عريق إن شاء الله يعمل نتاج إيجابية إن شاء الله في الدور الثاني بتاع البليوف ونحن إن شاء الله نداركه تعدينا للمرحلة الجاية للبليوف يلزمنا نخدموا على رواحنا أكثر واكثر إذا كاننا نحبوا نطلعوا فما برشا حاجات يلزمنا نصلحوهم في قادم الأيام وإن شاء الله إن شاء الله في الأخر نفرح الفرحة الكبيرة ونشوف القوافل إن شاء الله في الرابط المحترفة الأولى الحمد لله غسرة وتعدد آمانا نحافظوا علىها ودليل في بلاستها إن شاء الله ربي معنا ورب يسهل وبيحاول الله مختار مايش الغسرة لولة مساقب الودليل ومساقب الودليل هذا الموسم بالذات مايعكسش للوصول موصل جولة الفارت لو كان انتصار يلعب على الصعود المرة هذي يلقى روحه أمام حتمية انتصار مشنا من أجل البقاء صحيح ممكن الفاز اللي يعملها خين مفاز روتور كان جافاها تسع نقاط يذولي أول انتصار يعني في الفاز يعني في المرحلة لإياب لكن انتصار يخليه يضمن البقاء متاع ممكن ودليل الخبرة متاع ويزم يعرف خاتر صارت له زادة معاسليين وقت العب بكل ماتش هذيك وكان خاسر وعود رجع فيه مايقعدش يستنى المبارات الأخرى شوفونا هنا حارس يعني الخميسة الثامري يخلى الرزولتات خاتر ودليل كان بكل صراحة كان هو يستحق الفوز في المبارات هذه خميسة الثامري عرفوا شو معناها مع فريق بليزو موالي ترشع وقاعدين برغم أنه مديرة برئيس محمد بن سالم موفرين كل أمور اللوجستية في المقابل لا نساوش سي سالم وسي ريضان محمدي وإذن سي ريضان محمدي الرئيس ونايبو سي سالم وحاتم نحكي على القفصة خدمة كبيرة نفس الشي قاموا بها منذ البداية انتظرت النتيجة ومنا ومنا لكن لكن في أقوى على المنطيق في مراه يلعب نزول يلعب يلعب صعود في الجولة وهذا الذي يقدم قاوف القفصة رغم لخدمة كبيرة من المديرة الحقيقة يعني رغم بعض المشيك والضغوطات التي عيشوها المديرة التي كنت تذكر فيها بالنسبة قاوف القفصة بقية ريضان محمدي ولكن في نية مطاف حاليا ناشحين بتسجيل ورقة العبور للمرحلة القادمة كوكب منزل نور المفاجأة خلينا نقول العديد قالوا في آخر الترتيب ولا يلعب من أجل الصعود ولكن على الأقل نتمنى البقاء بعد انتصاره على التروازيس المرعب السفاقسي هداف مقابل سفر ذكر زرافي زيد بوزيد ومحمد علي لعويني ملعب رجيش كان مسرح مباراة الكوكب الرياضي بمنزل نور ولملعب الرياضي سفاقسي بعد العقوبة المسلطة على المحليين مباراة ما تقبلش القسمة على الثنين الأبناء المدرب محمود الدريدي لضمان البقاء في الرابطة الثانية في حين كانت وضعية أبناء بنبيل كامون أفضل بحكم النتائج الإيجابية المسجلة في المباريات الأخيرة البداية كانت بسيطرة نسبية لضيوف تعدت محاولات راغب ناصف من الجهة اليسرى سواء بالتواغلات أو بالتزديدات في حين حاول أبناء محمود الدريدي من الكرة الثابتة أو من خلال تواغلات المهاجم معزجراد ويوسف ملاط لكن دون جدوى التروازيس كان فريق منظم دفاعيا يلعب المرتدات اللي تنتهي على الثناء المميز صحبي غربيل ومجددا راغب ناصف رهان المباراة تحكم على الجميع انتظار بعض اللقاطات الهجومية والمحاولات القليلة جدا حتى وصلنا لدقيقة 29 دقيقة حصل من خلالها ومنزل نور على مخالفة على يمين الحارس بعبع أنيس الرمضاني في التنفيذ لخطة في مناطق الملعب السفاقسي وضياء عياد يسجل هدف اللي قد يكون الأغلى والأثمن في تاريخ كوكب منزل نور الدقائق المتبقية في الشهوط الأول ما خرجتش على المألوف اللي تبعناه قبل افتتاح النتيجة تركيز كبير في وصل الميدان وتشتيت للكرة من الجانبين باش ينتهي الشوط بتقدم محليين هدف مقابل سفر نفس السيناريو الشوط الأول كاد يتكرر في الشوط الثاني السيطرة والتركيز والضيوف والمرتدات لزملاء مجد المسراتي ومع ذلك كان التروازيس يعدل انتجها بعد محاولات القيدوم عيمة جابر في أكثر من مناسبة سواء بالتزديد من خارج مناطق الجزاء أو بعد الكرة الرأسية اللي تصدالها لحارس صحبي لكان بقيت أطوار الشوط الثاني تكتل فيها دفاع منزل نور وانحصر اللعب في وسط الميدان والفرص كانت شحيحة من الجانبين ورغم التغييرات الحاصلة في تركيبة المدرب محمود الدريدي ونبيل كامون أهداف متباينة إلا أنه نتيجة ابقاطة لحالة فوز الكوكب بهدف مقابل سفر نتيجة فرحت المحليين وخلت زملاء الهدير ديد ينتظروا بقية نتائج المجموعة باش تبقى هذه الصور رغم الخطورة متاحها في ذكرة أحباء منزل نور وتعبر على دور كرة قدم وتأثيرها على المحيطين بها حبيت نعطي نزعها وجومية سيطرنا في الشوط الثاني لكن ما سجلناش أعتقد أنه الملعب الرياضي الثقسي اليوم أعطيها درس في الكرة في الأخلاق في الروح الرياضية والحمد لله يا ربي كرة فنية ممتازة وكشفته وليدات صغار يلعبوا مناج المريول الحمد لله يا ربي وإن شاء الله القادم أفضل للملعب الرياضي منزل نور ربحة فريق كبير أنا نتصور كونه شبين هذو ما عنده مستقبل كبير إن شاء الله بإذن الله مع مزيد العمل نجمه يكونوا في مستوى أعلى أنا نقول بإذن الله الانتصار هذي هو بداية لشبين هذو محمود ريد اللي كان لعب شابه القيروان بدأ بالحال كنتو تسمون فيه في آخر تصريح مدربين كبار صراحة نبيل كامون أيضا رغم الظروف الصعبة رغم نقص الماورد المادية ولكن في نهاية المطاف حقق ما لم يحققه بعض المدربين بأجور باهدة ولا أعلم نبيل كامون خالص أو ليه مع التروازيس بلاده بالضبط بالضبط نحكي على ميني ميزي لكو بروبتي ميزي الرزولتات ذا اللي صار في الملعب السفقسي مي لهنا يجدوا فاليسيتي للزوس في رق يعني كوكب منزلنور يعني أحسن فريق في مرحلة الإياب في المجموعات الكل يعني لم ينهزم في حتى مبارات يعني في مرحلة الذهاب مش واحده معه جرجيس أكيد هذا معть رجل جرجيس في مرحلة الذهاب كان نهزم في تلاثة مباريات يعني في أربع مباريات وتعادل في مباراة واحدة مع الملعب الجيبسي في مرحلة الإياب يعني في أربع مباريات وتعادل في مباراة واحدة مع الملعب الجيبسي 13 نقطة على 15 نقطة أكسبل وا معناها كبير برشة عامله الكوكب منزل نور مبروك للملعب السفاقسي تحقيق صعود للمرحلة الثانية للمرحلة التدويج وحظ نقوله حظ أوفر الكوكب منزلنور اللي يعتمد على برشة شباب بقى كوكب منزلنور بقى لا حظ أوفر مرة أخرى لأنه كان بإمكانه لا إسكندر لأنه كان بإمكانه وأنه يلعب مرحلة رغم المفاجأة برشة حكي دون تقليم قيمة هذا الفريق عشر ثواني أقل نحب تحية نبيل كامون اللي يخدم في صمت بكل صراحة برافو يعني مع الفريق الشاب هذي كفاش لعى البلايوف برافو عليك هذا كامل نربط بالكلمة هذه على معاك هذي بتبعى نبيل كامون عمل متميز عمل معترم مع ملعبية قاعد يدس فيهم بلغة الكرة ملعبية صغار يخذه في مسؤولية في الفريق الأول ولكن نحب مساج الهيئة المديرة خطر في التروازيس كنا نحكيه على منتين الآن جاء البلايوف في ظرف وجيز وقت قصير باش تتبدل الغازلة والمعطيات هذاك عليش حكينا على مفاشئة ومن جيد كوكب منزل نور نحب نعطي كلمة خاصاً للجمهور اللي رينيه ميخوا ريسك كبير طالع في العمارات والبنايات برافو رغم كل قوس صغير والبقار اللي صارت في ماتش قفسها لكن الجمهور ويقفوا رفا ريقوا معاك ملعبية دستار ما عندوش كوكب منزل نور لكن المردود جماعي متميز البنية هذه كفر جيشة فرجيش ذكروا خمسة سنة تالي تقريباً لقاء الكأس بين مستقبل رجيش ونجم الرياضي سيحلي نفس البنية نفس البنية الاجهور حتى تليق معها بشتلاقيق قادة في الاجهور غادي والتبرك الله ولكن ردوا بالكم بربي والله يصير يسكي معتاك بعض وسائل علام تناولوا صورة حتى في الحد رياضي البرح رأي مختر المسألة وردوا بالكم سلامتكم مقبلكم وحبيت نقول آخر حاجة هادي نمشي المباركة آخر حاجة مغير ما ننسى المدرب محمود الدريدي اللي قالها ما عنديش باقد ماجيك لكن ظاهر السبيتش العام الذين يخدم عليه والهيئة للمديرة في عام تلوع نعم مش تبدل من الهيوية للمحترفة برافول الهيئة المديرة وبرافول نبيل كامون المدرب الكبير رغم الظروف الصعبة ولكن ابن الميدان نحن قلنا بلاده بلادنا لكل تونس ولكنه مسقط رأس وتقريبا إذا كان منيش غالطة وعلى أقل ابن المنطقة الملعب الجبسي رغم الانتصار كان غير كافي مع نتائج لغرين وهي للمساكن نقطة استفهم ناس كل حكيت عليه للمساكن كان بعضانا الهنام كان سينافع تواري سيسلاح الشطي حكينا على قبل ثلاثة مباريات تقريبا طلع هي للمساكن ولكن في نيات المطاف ثلاثة عزام غريبة لهذا الفريق مباراة لتقبل القسم على الاثنين الملعب الجبسي مطالب الانتصار والانتظار لضمان البقاء نفس الشي الهلال يلعب وينتظر كذلك بقية نتائج المقابلات للمرور للبلايوف دون جس نبض الفريق المحل يدخل في صلب الموضوع مخالفه على حدود منطقة 18 النويفي في التنفيذ والحارة سعيد الإمام يتصدى الملعب الجبسي كان ذاغت في الربعة الساعة الأول وبركات الحميدي ما استغلش موقعه في هالكورة تصفيبته مرت فوق العرضة أم بعدها الحارس الإمام وقف صد منيع أمام ارتماءة ميدا الرأسية رغم التوزيع المنتازة وموقع ميدا المتميز بعدها بخمسة دقايق وبعد خمسة فرص الملعب الجبسي يهتدي أخيرا للشيبك كورة علمين أنويوي راوغ يصوب الكورة ترجع أمام الحميدي اللي يضحها في الشيبك فتخيخه مستش الهدف خلف من بعد احتجاجات وكلف الحارس الثاني الإقصاء في صفوفه للمساكن عاد اللعب بعدها بسبعة دقايق الهلال انزل نسبيا للهجوم لكن التركيز غابع من لعبيته بش ينتهي الشوط الأول بتقدم الملعب الجبسي هدف مقابل سفر الفترة الثانية نفس السيناريو وبداية قوية من ملعب الجبسي حازم كانون يماهد لمختار الزيدي هالأخير يفشل في التمهيد والدفاع يدخل إجابة المساكن كانت من الكرة الثابتة وتصويبت الربعي تصدلها الحارس سليم الرباعي الهلال اضغط أكثر في هالفترة وبحثت على هدف التعادل لكن فشل في التسيم كرة أولى من محمد أميلا أويشاوي وتصويبته كانت جانبية ثم الحوار التوازل في زوز مناسبات مع سليم الرباعي دقيقة 77 وخاصة في دقيقة 89 شاهدوا الطريقة اللي يفسق بها حارس لمرعب الجبسي هدف التعادل واحد بلاش سيح انتصار للسطيدة لكن ممنعوش من مغادرة اللبتة الثانية ونتيجة خلت للمساكن كذلك يخسر ما كانوا في البلايوف في انتظار عودة سريعة لمرعب الجبسي وحظ أوفر للمساكنية اللي كانوا تيلة الموسم في المراتب الأولى الحمد لله على كل حال فانتني ما كتبش باش نلعب باش نمشيوا البلايوف ما نخجلوش فانتني نحطوا سقينا في القاع ننسونش لفريق هدف المساكن معنا ناول نلعب على تبادي النزول محمد بريري بعد المباراة يغادر بالتراضي بعد الاتفاق مع صلحة دينشاطي رئيس هلال المساكن إذا نهائيا يغادر فريق هلال المساكن بس يجمع هلال المساكن أربعة نقاط في الهياب مقابل عشرة نقاط في خمسة مباراة من مرحلة الذهاب والمرحب الجيبسي ينزل الرابط الثالثة بعد سبعتاش موس قضاه ما بين الرابط المحترف الأولى والثاني بالضبط اسكندر الانتصار والانتظار بالنسبة للمرحب الجيبسي هلال المساكن كان ما صيروا بيدو لو فاز يعني في المباراة كان يتعادل لو تعادل فقط يمكن كان نطلع للمرحلة التتويج يعني الله غالب مالورزمون الملعب الجيبسي اللي يعني نتمنى ولو إن شاء الله أعودة قريبة للرابطة المحترفة الثانية هلال المساكن اللي بدأهم بوتاء في مرحلة الذهاب ولكن مالورزمون في مرحلة الآياب يعني تقريبا نتاج تراجعة هذي اللي خليه هلال المساكن ما يحققش يعني صعود المرحلة القادمة ولا بدوره اللي مساكن هابد كومينيكي اليوم في الموقع الرسمي قبلها شوية إنه احتج فيه وتشاكة منهم المعاملات ممكن ما بعد اللقاء سعيه أنا قريته نص البلاغ نحكي على السب على شتم على معاملة سيئة في ملعب جيبس على تهديد على حركات إحمائية ما دارتش في ظروف طيبة الماتش بكل وحسب نص البلاغ ما كانت في ظروف طيبة دونك استنكر واستغرب هالممارسات هذية هذية قاعد نقرأ في نص البلاغ لكن الماتش اللي نعرف وإنه نص بلاغ رسمي من الصفحة الرسمية هلية المساكن نعلم أما اللي نعرف وإنه بعض المبارات صارت منوشية بين الملعبية ديور الحكام محرز الملكي دون اسم مزوز الملعبية وتم الاعتداء على عاون أمن دون قصد من طرف لعب هلية المساكن نحن نوفي غينا لكن يعني تم تطويق كيف يكلمات تم تطويق الحكاية هذية وطلبوا الاعتذار هيئة المديرة والملاعب ونس كل روحة سلامات مجموعة ثانية ملعب قيبسي كان فيز على المساكن هدف مقابل سفر كوكب منزل نور يفوز على ملعب سفيقسي هدف مقابل سفر ومستقبل ودى الليل كان فيز على قوف القفصة هدف مقابل سفر الثرق ودليل يضمنوا البقاء والملعب الكيبسي يغادر معلسف ناسفل كل فريق يغادروا صالح العودة السريعة لهذا الفريق مجموعة ثلاثة نبدأوا بلقاء دون أهداف سبورتينك بن عروس اللي كان يكفي التعادل وإذا نرألوي دون أهداف يضمنوا بهم البقاء في رابطة ثانية سلام بن صالح بسام الغراري ومنال معزول تعادل نيدي منزل بوزلفة في قيبس وتعادل في ملعب بن عروس أكد رسميا بقاء سبورتينك والرالوي في رابطة ثانية في موسم كان صعيب على زوز في رق على كل المستويات خلينا بن عروس بلستها وكلمة حق للأمين اسبري سبورتيف حتى الرالوي كورد فيها جمعية عز علي مبروك للبن عروس ومبروك للرالوي الرالوي رايمش بلستها في البي بلستها في الآط محنا سنابش بش نواصلوها خدمنا من ناول العام سطرنا أبجيكتيف ربي محبش قاعدة الرالوي في البن إن شاء الله نختمه العام الجاي وإن شاء الله ربي وفقنا مباراة الجولة الأخرى بين سبورتيك بن عروس وسيكاك الحديد السفيقسي حملت مع هزوز شعارات الأول التعادل فقط يكفي السيكاك للبقاء وهذا اللي يحصل عندي ثقة في ملعب بيتي أنه مش يخرجوا ماتش ممتاز وهذا اللي يظهروا معنا عكس المحليين اللي كانوا مطالبين بالانتصار أو التعادل والانتظار نشكر الملابين كل اللي اللي بيخلوش معانتها على جمعيتهم وحمدو اللي مانتين صار بغسر اللي الحمدو سبورتيك بن عروس قاد في المكان بالعودة لتفاصيل المباراة أول محاولة تذكر أحمد شعنبي بتصويب ضعيفة بجانب القائب السيكاك اعتمد على الكرات الثبتة محمد معليل في تنفيذ مخالفة على يمين الحارس لطفي سعيدي ودفاع مرة أخرى كان موجود معليل مرة أخرى في تنفيذ المخالفة وكورتو فوق الشبكة مخالفة من عبد الملك تاجرت والحارس عبد القادر العيدي يخرج كورة للركنية اللعب الكل كان على الجهة اليمين وين كان متواجد أحمد الشعنبي اللي في هالفرصة معرفة يتعامل مع الكورة وكانت ضعيفة في يد الحارس مرة أخرى الكورة توصل أحمد الشعنبي وهالأخير يسدد كورة خارج المرمى أبرز فرصة في الشوت كانت في دقيقة 41 ونزار عباس ضيع فرصة افتاح انتيجة لسبورتينج وتعادل سلبي في الشوت الأول تغييرات زوز مدربين انطلقت قبل سفرت الشوت الثاني وأول فرصة كانت منذ البداية وعبد الغني مزهودي يصوب وحارس الرالوية خارج كورة للركنية هجوم سبورتينج يضغط وفرص ضيعة بالجملة وتبقى فرصة أحمد الشعنبي هي الأبرز في المباراة وين كان وجه لي وجه مع الحارس والتقلق فيها اللقطة العبد القادر العيدي اللي فسخ هدف محقق في 65 دقيقة لعب بقيت المباراة كانت في اتجاه واحد فرص بالجملة من سبورتينج بنعروس وهجوم عقيم مجيبش جديد وحتى فرصة خاد المليتي من جهة وحسين الحربيوي من جهة أخرى مغيرتش انتيجة ومع اقتراب نهاية المباراة يتوقف اللعب تقريبا خمس دقايق بداعي الإصابة الحارسة سبورتينج لطفي السعيدي ليتواصل بعض هاللعب دون الأعلان عن وقت إضافي ومع تأكد تعادل نادي منزل بوزلفة شفنا الفرحة في بنعروس قبل نهاية المباراة ليؤكد بدوره تعادل في الموجه هذه ضمن البقاء سبورتينج بنعروس في موسم سلبي على مستوى النتيج لكن النقطة الإيجابية هي رغم الوضعية الصعبة إلا أنها خليتنا نشوفه مدرب شاب يتولى مقاليد الفريق كأول تجربة لي في تدريب الأكيب حمدو الله أنا فرحان باك كتجربة أولى في حياتي معانتها في تونس في الكيب السينيور كنت في سعودية ما هو كيب السينيور لكن في تونس وتجربة في جماعية لعبت فيها ورانيت فيها في الليجون إحساس سبيسيال وقو وخاص حمدو الله إن شاء الله عام الجاي خير من السنين إن شاء الله وموسم للنسيين للرالوي المطالب ابنه رجعت حسابيته حتى يرجع المكانه الطبيعي إن شاء الله معانتها النسيونال باية سيستام البطولة يتبدل خطر سيستام صعيب سيستام في برشة حسابيت سيستام يتعب من ناحية المادية من ناحية المعنوية وتعبنا يسر سناء فرحان برشة لأولادي لأنه بعد عام صعيب وعام تعبنا فيه برشة فرحان لهم برشة بالميزابار الروند ما اللي ظاهروا فيه في كل مباراة إنه وصلوا الهدف إنه منعوا الرلوية حاطوها في مكان أنا بالنسبة لي لي مش التبيعي حاطوها في الرابط الثاني تعادل كان رضى زوز في رقها نجاي كسينيف سقط بعد هنا كاملون عادي وما تشويت ومبعد فرق قلبك فرق قلبك في الرابط الثاني خلينا توا معاك مختار مباراة هذي أبجيكتيفة تعادل رضى زوز في رقها هو صحيح كان ينجم ما يرديش بنعروس إذا ما زبو زال فانتصر ممكن كان ينظر يعرف يعني خليه يمنع لكن في الأخر بعد ريزولتان قلوا بجيكتيفة يعني ضمن البقاء نتاعهم نعرف الظروف السعيبة اللي مربعها فريق بنعروس يعني في التحذيرات والأمور ورحيل مدرب نحب نشكر لأحمد المديغري يعني واحدة وثلاثين سنة أصغر مدرب هذا التعادلات ولو عملهم صفر صفر نقولوا نحن أبجيكتيفة بنسبة لي واختر وقت لتاخلي كيب يعني في ميني شمبيونة كيف نحك وتوصل به البر الأمان ونقولوا برافو هذا يتجيئة يعني للمدرب اللي سيح جديد عن ربطة ثانية لنعطوها في رقمة مكروش متهديف ثلاثة مباراة الأخيرة لا بنعروس ولا رلوي بنسبة للمردس نعرف الظروف لمرت والهزيمة متاعه ضد مستقبل قيبس اللي خليت وكان في بلية ولا في بلية لكن بش ترجع بني من بنعروس في الظروف هذه بالذات نتصوره ونحن مزل بوزلف نتصرف مباراة متاعه كان يلقى بنعروس اللي هو يعني في الرابط الثالثة لكن ببعو بجيكتيف أتاب وخط لك كلمة شكر حتى لزوز مدربي هذا كان وفاق دون هداف نذكره أنه اللقاء من سقبل قيبس ومزل بوزلف وفاق تقريبا قبل بدقيقتين أو ثلاثة دقائق من اللقاء بنعروس والرلوي هذا ممكن اللي يطمن شوية اللي أبين وزوز في رقف المباراة هذه تقريبا تهنيوا عن نتيجة الأخرى القاور وحومة أهلين وواصلوا كما جاءت المباراة في بعضهم فتقيقتين وثلاثة دقائق واخرانين وقت المنزل بوزلف حكينا عليها في عدة مناسبات كانت بعض البرتغان يعني بطبيعة الحال ونأسف لمغادرة منزل بوزلف الرابطة الثانية ورجعة سريعة عودة سريعة المباراة اللي وفات بالتعادل كان مطالب الانتصار ضد مستقبل جابس بالبابة التلمودي خالد لعقوبي بالجاسم شريف ومنال معزول ملعب جابس يوم السبت احتضن مباراة كانت نتيجتها اهم للفريق الضيف النادر ياضي المنزلي باعتبار انه يلعب مقابلة من اجل تفادي النزول في حين ابناء محمد التمري ضمنوا من الجولة الماضية مرورهم للبلايوف ودخلوا المقابلة من اجل تأكيد الصدارة المستقبل ادخل مباشرة في صلب الموضوع موضوع دقيقة الخمسة اللاعب علاج بيلي من رأسية كورتو ممرتش بعيدة على المرمى الاجابة مبتاتش برشة للضيوف مروان الظاهري وجه لوجه والامتياز للحارس الشاب لو اي منجا واليعلام مرتين ينقذ الموقف المستقبل مرة اخرى بالهجوب وهالمرة عبر الكرة الثابتة امين وايلي مخارفة مباشرة وحمزة بالتهامي ينقذ الموقف التألق ينتقل بعد بدقيقتين للحارس لو اي منجا بطل الشوط الأول واليوقف ببارعة امام تصويبة اللاعب مروان الظاهري للامنة النادي المنزلي كان جل عملياته اختيرة ادقيقة تثلاثين توغل من المدافع الايبل منعم موسى توزيع على القايم الثاني كورت احمد الشيخ الرأسية مرت مرة اخرى فوق العرضة الفترة الثانية بدايتها كانت ابتئة وكل عادة الخطر للضيوف عبر مروان الظاهري تصويبة افتقدت للدقة المطلوبة الاجابة من المحليين من تمهيد متميز لخليل السكلي اللي مرر لأسامة بوبكر التدخل الدفاعي والحكم الذوادي يامر بموصلة اللعب المدرب محمد التمري اقحم صنع العابه حسين منصور هاللعب ومن اول كرة وبفانيات كبيرة يخرج امين ويلي وتصيبتها الاخير يتقلق في صدها حمزة التهامي ادقيقة واحد وسبعين الحكم يواجه الانظار الثاني للمدافع كرم الحاج علي وبالتالي يقصأوا من المباراة ومحتى جديد للفريق الضيف نهاية اللقاء سفر مقابل سفر بين الفريقين المستقبل يحقق المطلوب صدارة المجموعة في حين حسرة كبيرة من فريق النادر ذي المنزلي بعد نزولهم الى الربطة التالس لعبنا مباراة عادية كما تشوت الكل حضرنا لها كوميلفو لعبنا على الفريق على المثيق الرياضي ما ساوهم ناش حبينا نكملوا في المرتبالولة الحمد لله في اكتف مو هذيك كمنا في المرتبالولة وهذه الوبجكتيف متاعنا طوى باش نحضروا مرحة البلايوف وربي معنا وحظوا في المنزل بوزالف من الأول من اللي جينا معنا حكينا ولواجنا على كريتمو خلاقنا مجموعة متناسقة صحيح الظروف ما كانش ممتازة لكن تحدينا مبعضنا الظروف كو سواء هيئة وستاف وملعبية الحمد لله جبنا تلات برشة انتصارات من برة دون كنفيرماسيون اليوم ألا غالب بالمناسبة نقول هارد لك للمنزل بوزالفة زوز مواسم فقط بس يام زوز مواسم فقط لمنزل بوزالفة في الرابطة الثانية ثم يعود للرابطة الثالثة انتصار وحيد في عشرة مباريات يعني ذول ليسيبا سوفيزان بالنسبة لمنزل بوزالفة مباراة كانت بين يعني يزوز في رق يعني مستقبل قيبس كان ضمن يعني الصعود للمرحلة المقبلة العب فار بلاي أكيد وندي مزل بوزالفة كان يعني أمام حتمية الانتصار ما صارش هذا يعني ريليجي للديفزيون تروى عودة سريعة نقوله محمد تمري لازمنا نحكي وعلي مدرب مستقبل قيبس اللي تقريبا مسك زمام الأمور الفنية في أخر مباراة يعني من مرحلة ذهب ستة مباريات أربع انتصارات يعني وتعادل وهزيمة حصيلة إيجابية يظهر لي بالنسبة لمحمد تمري عرف كيفيش ياخذ الجروب وعرف كيفيش يوظف الملعبية دونك فليسي تاسيون أسم كبير أكيد صراحة كيما نبيل كمون كيما حينا عدريدي وغيرهم يعني أسمي بصراحة سجلة حضورة بمتياز نحن لنا لمحمد تمري مدرب مستقبل قيبس كان حقق الصعود مع مستقبل المحمد هي الموسم لأ دونك عندو فكرة كبيرة على الربط المحترفة الثانية لكرة القدم نهيو مع المجموعة هذه مع لقاء مالجربة والقلعة الرياضية مالجربة اللي كان ضمن الصعود متاعه ونهزمها أمام القلعة الرياضية هدف مقابل سفر نوردين جليدي حمودة بن سليم وحيدين بن غازي وهالا أتليلي الأمل الرياضي بجربة القلعة الرياضية بين فريق ضمن منذ الجولة الفارطة مقعد لمرحلة البلايوف وفريق ما زال في رحلة الإنقاذ المباراة اللي اتزامنت مع ذكرى أربعينية المرحوم الطيب البرنات الرئيس السابق للأمل فريق القلعة الرياضية ادخل المباراة بقوة وكان واضح سعي الوصول مبكرا لشباك الحارس غيث العدواني الذوادي الأيوب بن صالح في وضعية مناسبة والفرصة الضيعة نفس اللاعب سيف الدين الذوادي الأيمن الزين وحارس الأمل يدخل أبناء نظال خياري حسوا بالاختر وخرجوا من مناطقهم محمد الفلالي وزعب خارج الساق والحارس طارق ساسي أقرب للكرة القلعة الرياضية نوعات في عملياته الهجومية إلياس الطيف يوزع وأيمن الزين يضيع فرصة التهديث عزيز عبدالله يجرب الحال الفردي يصوب والحارس العدواني بالبوكس يبعد اقتر المتابعة من أيمن الزين وتسديد تقريبا من المرمى آخر فرصة الشوط الأول كانت لأبناء الجزيرة أنور المناعي من خارج المنق يصوب قريب من إطار الحارس طارق ساسي شوط المباراة الثاني كان على غرار الفترة الأولى والقلعة الرياضية وسط الضغط على دفاعات الأمل أيوب بن صالح وجه لوجه والحارس يتدخل المتابعة من المدافع سهيل الاغتاري يحط الكرة في الركنية حسام الدين المناعي يوزع وخليل الجسم بعد الاختر الضغط يتواصل رؤوف موسى من داخل المنطقة الأيمن الزين ورأسيته خارج مرمى الحارس غيثة سعداوي غيثة العدواني اللي تقلق في التصدي لتصويب قوية من أيمن الزين دقيقة سبعين عملية خدوهات بين أيمن الزين وأيوب بن صالح والأخير ينجح في مغالطة الحارس غيثة العدواني موسيقى هدف خل القلعة رياضية تبقى ضربط المحترفة ثاني والله يسعي بزار يجي في إيانا الحمد لله ذلك توفيق من عند ربي واحد يعمل عليه كيما قلت لك واحد يعمل عليه والتوفيق من عند ربي إن شاء الله أخوين يكمل وكي وعام جي نعمل وعام خير من السنة وإن شاء الله جي خير من تهدي الهدف البابا البابا بتبيع غفضي ما يتبع فيه بابا والله الحمد لله والحاجة خلينا إننا نقولوا حاجة رو على الموسم اللي قدمنا موسم متميز جدا ما سحقوش رو النزول كنشوفوا رو الموسم ككل قاعديننا موسم متميز جدا كراويا لكن في وقت من وقت اللي كرة تتبعوا ما تتبعش لكن الحمد لله اليوم أنصفتنا الكرة وخلينا تروف موند خلينا أخبرت بثير تمرت بمشرفة جدا وهو كان رو الأبجيكتيف فرحة كبيرة كما شاهدنا قاعد رياضي أمان فريق حقق أو ضمن صعود منذ جولة الفارط عيمة جاب الله أيضا كما تحدث عن المدربين اللي بقية فإنه خدمة كبيرة لهذا المدر صحيح عيمة جاب الله بو برافو لي والولاد متاعه نعرف أنه حديث العهد يعني في الربطة الثانية مش بسهل يعني باش تنتصر فيها الجربة اللي هي مترشح البلايوف يعني انتصار مهم باش يخليه في الربطة الثانية ونجم يخدم بالمرتق من سبتمبر الفين واثنين تسعتاش سنة تفوز القلع عرضي كضيف على أمال جربة ومو سهل مباراة مو سهل أقول لك التنسيون كبيرة ما نعرفش أنا وقت اللي يخسر كان نخسر نقوله يبقى في عشرة نقاط مع الفرق الأخرى شوف تدخل فيها الحسابات وقل لفيراج وشكون يهبط وشكون يقعد حابين تشوف لمس تتوفهم اللاعبين أمال جربة على الرئيس السابق في الأربعين يمتاعه طيب برنات يعني اللي كان شد رئيس سبعة وثمانين تسعة وثمانين وتسعين ووحدة وثمعين وهكا نتذكر المسؤولين ورؤساء اللي خدمت برافو للهيئة المديرة اللي خمت في الرئيس السابق وشاء الله رب يرحمه يتنعمه مجموعة ثيثة أمال جربة كان نهزم من القلع الرياضية هدف مقابل سفر سبورتينك بن عروس تعادل ما سيكيك الحديث سفر سر وايضا دون هدف لقاء مستقبل قابس ونادي منزل بوزلف ترتيب مستقبل قابس أمال جربة يصعدون للمجموعة التطويل القلع الرياضية سيكيك الحديث سفر سبورتينك بن عروس يضمنوا البقاء ونادي منزل بوزلف يغادر بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكورة القدم إن شاء الله نتمنى ولو العودة السريعة نزل نزل لقاءات مستقبل قاسرين كانت عادل مع تراجل جرجيس اثنين اثنين لم تحسم الأمور بعد بهذه المجموعة في انتظار قرار لجنة الأخلاقية هذا هو في خدمة جامعة تونسية لكورة القدم لقاءة اثنين بين مستقبل قاسرين وتراجل جرجيس مع عبد روف جباري خادل عقوب جيد المنصري ونضال عرب بعد حسب مسألة البلايوف تراجل جرجيس في تنقل أخير خلال المرحلة الأولى لعاصمة السباسب لملاقات مستقبل ياذي بالقاسرين الفريق قليلا يزال يتأرجح بين البقاء ونزول بعد قرار جامعة كورة القدم بتعليق نتيجة مباراة مستقبل المحمدية والنجم الراتسي خلال الجولة الفارتة ومع أثارتهم من تساؤلات حول نتيجتها نحنا عنا فهم ثيقة إنه بشي تكون معناها نتائج واضحة وجالية بطبيعة الحال أنت وقت اللي تشوف المقابلة لغوا بالعلي ثم بعض الأهداف أني معناها غريبة معناها نورمال مومن وشتما أنه كما قلنا أنه في ظرف الشوط الثاني معناها خمسة وربعين دقيقة معدل كل أربع دقائق هدف على عكس ما كان متوقع المباراة تنطلق بريت الطيب من الجانبين والفرص الجدية تحذر منذ الدقائق الأولى وهو مكان يوحي بلقاء في قيمة الفريقين ربع ساعة لعب لعبي المستقبل في الهجوم على الشعبين في التوزيع ورأسية البوعزي تفتقد للدقة والقوة اللزيمين رد الضيوف يأتي من مخالفة بعيدة عن المرمى بينظاهرون العياري والحارس عبدالقدر شوية في المكان المناسب لحظات بعد مهاجم المستقبل محمد دالي الميجري يجيب من تزديد قوية وكورته جانبية بقليل المباراة أصبحت فرصة بفرصة أحسن بالرمضان بكل قوة يفتتح النتيجة لفريقه متعطيقة 30 هدف زاد من عزيمة الضيوف اللي واصلوا ضغطهم على منافسهم وأحكم السيطرة على ما تقصد الميدان في استغلال لتراجع الذهن لأبناء ثامر السهلي بل وكان بإمكانهم مضعفة نتيجة في عديد المناسبات الشوت الثاني ينطلق بسيناريو مغاير تماما ومستقبل القسرين يلعب الكل في الكل منذ البداية أدقيق الثالثة مخالفة جانبية وكرة ياسين البوعزي على العرضة الأفقية في رأس الهليلي يوزع خطأ في بعض الكرة من المدفع والحارس وئل الكردي حاضر لإصلاح الخطأ أسامة بن عبدالقادر يعمل الضغط على الحارس وئل الكردي ارتباك حارس الضيوف كان يأتي بالجديد لو لا تسرع ياسين البوعزي أمام الشباك فارغة العمليات تتواصل لأبناء ثامر السهلي بحثا عن تحقيق التعادل لكن الحضور الدفاعي وتألق الحارس وئل الكردي وخاصة تسرع مهاجمي الفريق وغياب الدقة في إنهاء الهجمة خلوا نتيجة على حالها إلى غاية تطقيق الستين موعد تعديل نتيجة برأسية ممتازة من اللاعب محمد علي المجري نصف ساعة في الشوط الثاني الشاب الهادي جيرتي لا يستغل خطأ في محور دفاع القسرين وينفرد بالحارس عبد القادر شوية وينجح في مضعفة النتيجة لفريقه ثلاثة دقائق بعد استقبل يدرك التعادل بعد عمل ممتاز من أسامة بن عبد القادر والخطأ في إبعاد الكورة من المدافع يستغلوا كما يجب طهال هادفي لتحقيق هدف التعادل لمستقبل القسرين لينتهي اللقاء بتعادل إيجابي بين الفريقين في مرحلة أولى من البطولة إنجح خلالها ترجي جريس في تحقيق التأهل لمرحلة البلايوف فيما يبقى مصير فريق مستقبل القسرين رهين قرار جامعي قد يأتي وقد لا يأتي نستغلينيش الفترة الكورة التي تتبهي الكورب كانت تتعالع في البراج كان الفريق متعنا جاهز بصراحة لجميع المستويات تعرف أن تستابيليتي مهمة برشة في كل فريق صار معناها مغادرة الإطار الفني اللاعبين بصراحة لجوار كادر اللي كانوا في الفريق معناها غادر الفريق مالورزمو معوضناهمش لكن كنا قراب أكثر من القسرين معتها للفوز والمباراة وهذه معتها إشارة كونه تراجي جيرجيس يمتلك مجموعة طيبة مجموعة لأهلوا إن شاء الله بش يخوض مباراة للبراج بكل أريحية بس يمترج جيرجيس فريق الوحيد الذي تمكمته في كل مباراة تفضل خط هجوم قوة هجومية ضربة بالنسبة لترج جيرجيسي بارابور لمرحلة الذهب بالنسبة للمستقبل القسرين يعني تقريباً مشاكل منذ بداية الموسم على جميع المستويات مادياً على مستوى رسيد البشري على مستوى الاستقرار في الإطار الفني خل الفريق يعني يحقق فوز واحد يتيم في جميع المباراة بالنسبة للرابط المحترفة الثالثة كيف كيف عودة سريعة إن شاء الله نتمنى ولو ما زل ما نزلش ما زل ما نزلش في انتظار في انتظار قرار حيث نحكي حتى شيء لا حسابين ولهم يعزنوا في انتظار قرار أخلاقيات مش تحدد فرضية من ثلاث يهم إعادة المباراة وفي هذه الفرضية ينزل مستقبل قسرين مهما كان نتيج أو الإبقاء على النتيج وفي هذه الحالة ينزل مستقبل قسرين أو إذا كان أثبت إدانة أحد الفريقين أو زوز في رقنا نحكي عن نجم الراتي والمستقبل الحمدية وقتها ينزل يبقى مستقبل قسرين والله وعلى مشكون بشينزل دونك ما فما حتى قرار رسمي وما نجموش نحكيه لا حسابين ولا هم يحزنون وبعد نعطيه الترتيب نفهم الوضع أكيد سكندر في انتظار يعني لجنة الأخلاقيات نستنعوا يعني القرار ومبعد يعني نشوف اللي شكون الفريق اللي بشينزل يعني لقاء لقاء الأخير في هذه المجموعة ولمبك سيدي بوزيد اللي كان نزم أمام مستقبل محمدية 2 1 في سيدي بوزيد مع حافظ ربسي حمودة بن ساليم سادق بووني وعبدالطيف معتوك بعد ما تعرفنا على صاحبة بطاقة الترشح للبليوف في هذه المجموعة الغموذي ورافق اسم الفريق اللي يمشي غادر الليك 2 فانتظار طبعا قرارات جمعة تنسيلك وقدم بخصوص مباراة النجم الراتسي ومستقبل المحمدية اللي واجه ونا بيك سيدي بوزيد بيريهين تأكيد موسم ناجح في أول تجربة في الرابط الثنين على معاشب 17 ديسمبر اللي شهد تحسن نسبي بداية قوية لمستقبل المحمدية اللي فرض سيطرة على مجرية اللعب كرة ثابتة في تقيقة الخامسة من منعم الشويحي ورأسية خليل مرعي خارج الكادر أول محاولة للأولمبي توغل حمزة غلاب ويوزع كريم الزعفوري يساوب بجانب القائمة الأيمان كريم الزعفوري كرة ثانية تعود من الدفاع يوراوغ ويساوب قوة البراد من الحارس إبراهيم مختار يتقلق ويفسق هدف محقق مستقبل المحمدية كان أكثر ويقعية وهدف تقيقة 37 من أمير كرمي الصورة تحكي على جمالية الهدف 45 دقيقة ثانية سجلنا في بدايتها استفاقة نسبية لأولمبيكسي ديبوزي كرة ثابتة من العروسي البرقوجي ما كانتش بعيدة على القائمة الأيمن ثم رأسية علي بالرمضان إثل تميس توين من الماجري والحارس إبراهيم مختار متمركز في المكان المناسب أدقيقة 54 كرة بدون خطورة تعود من الدفاع لالتحام بين الحارس إبراهيم مختار وعلاب الرمضان والحكم كريم محجوب يعلن على ضرب الجزاء يعدل بها العروسي البرقوجي النتيجة انتلاق جديد للمقابلة ومستقبل المحمدية كان الأخطر في الهجوم كرة ثانية تعود من الدفاع مروين الغريبي يساوه بقوة على العارضة ثم دقيقة قبل نهاية الوقت القانوني المقابلة خليل هنيت يغانت الحارس بن شعبان في زاوية صعبة أربع دقائق في الوقت الضايع علي بالرمضان كيد يعدل نتيجة إثل تصويبها مشيت بجانب القائمة الأيمن بالرغم مباراة نهاية موسمة في هشريهان كبير لعبنا من أجل الانتصار وحاولنا ندخل دخل بها المباراة لكن الأسف الدخلة ما كانت بها تفاجأنا بهدف المحمدية دخلنا شوي بعضنا رجعنا في بداية الشوط الثاني عدلنا لكن تفاجأنا في آخر المباراة بهدف الثاني هو اللي خلانا نخسر والأسف اليوم لأولاد برهنو اللي المحمدية عند جمعية بها خدمنا على رواحنا هيئة خدمنا على روحة في ركري تمو في خلاصها ولا سطاف زيدة خدمنا على روحة الحمد لله يعني اليوم نحن يعني نحن اليوم كنفرمينا كل شيء أول فوز المستقبل الحمدية في مرحلة الإيام تصور وافض الفوز لفريق وأحب المستقبل الحمدية وأول هزيمة اليونبيك سيدي بوزيد فوق ميذانه كما قال أيمن لكناني إلا كنفرمي المحمدية في سيدي بوزيد نعرف مباراة ما فيو شالانج كبير يعني مباراة مفتوحة الريوسيد كانت أكثر للمحمدية من سيدي بوزيد كانت المباراة تكون أكثر من هدفين لهدف لكن حبيت النواء يعني بالهدف الممتاز من التعمير الكرمي للهدف الأولين يعني بكل صراحة هدف يعني من أحسن ما شفتم كنستنعي في الربط الثاني هذا هو هذه اللجنة تخليقيات نرم الموج مع هذه بش نسمعه بالقرار لأنه إلى حدود هذه اللحظة نهاية المرحلة الأولى ولم نتعرف بعد رسميا عن الفريق اللي بش ينزل صحيح جلسات الاستماع بش تكون خلال الأسبوع هذية دير غدو إن شاء الله العشية تقم التحكيم وسامرزقال هو نذكر زفر الماتش معه شبير ومعها عبودة دونك بش يتم لإستماع لهم ومبعد بش يكون حاضر بعد الجلسة هذية ووفد عن فريق مستقبل القسرين اللي كان عنده مؤيدات وثاق بش يقدمها ونهار الخميس بش نستمعوا بش يكون الاستماع للي النجم الرات مستقبل محمدية وكل فريق بش يكون مرفوق بكيتب عام قائد الفريق حارس المرمى والمدرب والمستندات بالطبيعة الأدلة اللي تبرقهم بطبيعة الحال إذا كل يكون حاضر ما نش نش صوروا النجم الرات سي على وامل حمامسوسة حداش على اثناش بيه جبنا المعدل حداش على اثناش مبارات نراكب نتائج كامل النجم الرات كامل حمامسوسة ثنين صفر والمبيك سيدي بوزيد نازم أمام مستقبل محمدية ثنين واحد والثنين ثنين لمساقبل قسرين أمام تاريج الجيس على ذويذ النتاج نقاط ترتيب كالياتي مبروك إذاً لتاريج الجيس يمال حمامسوسة يسعد للمجموعة تتويج والمبيك سيدي بوزيد يضمن البقاء والبقية مستقبل محمدية النجم الرات ومستقبل قسرين في انتظار قرارات لجنة الأخلاقيات في الختام قبل ما نذكر بنتاج القرعة تذكير مرة أخرى بنتاج قرعة مجموعة تتويج سنافة يعني فما مسا جيس مو يوصل نعود ونذكر ونرغو مش مزي مع تبش أهالي جندوبة أو محبي جندوبة سواء كانوا في جندوبة أو في أحد المدن الأخرى في تونس أو حتى خارج حدود الوطن هذا واشب يظل والله هذا واجب بالنسبة اللي عنده الانتماء إلى جندوبة واجب عليه واليحس بروحه اللي هو ينتمي إلى ولاية جندوبة وإلى جمعية جندوبة الرياضية لازم بشيعهم جمعيته وبدون النظر إلى الأسماء شكون يترقص وشنو الهيئة يعمل ويحاسب ينخرط برشا كلامة كلام شوف كلام في كل جمعيات وفي جندوبة يتكلم ثم أعمال هي اللي تحكم ثم نتائج وثم أعنا كخدمنا ووصلنا ثمانية لعيبين بعد خمس سنين ووصلوا نلعبوا بثمانية وتسعة لعيبين ولاد بلاد ما هوش من فراغ كنوصلوا جمعية بدون ديون إلى هذه اللحظة ما هوش بدون فراغ يعني ثم جمعيات كلها مودانة احنا لا عدنا ديون لا سينا الساس لا قباضة لا فرن السير ولا شيء ثمني وبالمناسبة لا ينسينا الإطار الفني شكر شكر لإطار الفني والسيد محمد العربي العرعوري اللي هو ما يتحملش مسؤولية الانتدابات ومشكور على النتائج لعملها أن نعتبرها نتائج مرضية حسب اللي في كتف الموجود اللي هو ما كانش سبب في الانتدابات وغضاء الفريق الأسبوع قبل ما تبدأ حاجة أخرى حاجة أخرى يجب يعرفوها جمهور جندوبة بالنسبة اللي يحكوا يحبه عن وجه من دوبة لأن النافع والعائق الداحم كون النافع التويري هو الموجود على الرئاسة النافع التويري ثم جلسة انتخابية ثم فئة معينة ما تحبش تعاون جندوبة لأن هنا موجود على الرئاسة كل رؤساء الجمعية تعاني من الفئات هذا لكن هو رأوا كلام حتى وكان يجي رأيس أخر يبش يقولوا نفس الكلام هذه تعاليت بشماعة ونوش أقول لهم اللي حب جندوبة فما انتخابات في هذا الموسم فترة النافع التويري انتهت النافع التويري بشهود شنو انتهت يعني هنا وفات الموندان فما انتخابات هذا مستبعد شوي خليوك تفكر أفضل سنافع هو شوف أنا محلي جندوبة في فراغ مش تعرف الناس هوا من تو في صورة ما ما يتقدم مش حتى وعدنا نأخذ هيئة تسييرية أمرا ما ندخلش انتخابات أنا عملت ست سنين صميه هذا قرار ولا رأي فقط انتظار قرار 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 لا رجعت فيه أنا عندي عندي عائلتي عند الأولوية عندي صغاري كبر شويزي مكون بجانبهم أنا ضحيت ست سنين حتى صحين في الطيران كتير كل أسبوع وكل أسبوعين مرة هي أثر على صحة البشر والحقيقة تقال أحسنت تسييرك في هذه الفترة رغم أنه راو مش معتها فريق ما يسعدش معنتها راو نتائج وخايبة اللي بالعكس رغم الصعوبات والظروف المادية صراحة أنه فريق يواصل مع مجموعة شابة يعتبر تعتبر عشرين ثانية كلمة الختام كلمة الختام نشكر من سندنا مادينة ومعنويا من صلاط من جماهير وهذا ما يمنعش اللي ثم جماهير تحب جماعيتها ووقف معها ونقول ونحن اللي حب والينتقد هاي الفرصة موجودة بشتقع انتخابات يتقدم واللي شوف الشخص المناسب ويدعم ويشدوا الجماعية ونحن ندعم مادين ومعنويا وما تخلوش على جندوبة رأي بلدنا وما عندنا شفاء حتى مصلحة بشكون فينا نزيد ونقولها مرة أخرى في المباشر أنا رانيسكم في تونس ونعيش في النمس وفارياتي كلها في النمس يعني جندوبة ما عندنا شفاء حتى مصلحة إلا مسقط رأسي بلدي ونغير عليها ونخدمها وما عندنا شعلي وشكرا لهذه الصراحة شكرا نورتنا في بلاتو اليوم سينيفا تويري مساج رسوي ذهول لناس كل المعني بالأمر سمعتوا المساج سينيفا تويري في ختم هذه الحسة خلينا نذكر بالقرعة قرعة مجموعة التتويج اللي ما تفرش من لول ما عليك أن نتبع حالين إذن المجموعة الأولى يوم 17 أفريل السبت 17 أفريل قوف القفصة يستقبل أمال الجربة وندي أولمبيك مدنين يستقبل ندي رياضي لحم الأنف دائما مع المجموعة لهذه صحيح مجموعة الأولى الجولة ثانية يوم الإربعاء 21 أفريل ل concludes جربة يستقبل لولمبيك مدنين وندي رياضي لحم الأنف يستقبل قوف القفصة جولة ثالثة دائما للمجموعة الأولى يوم 24 أفريل السبت 24 أفريل قوف القفصة يستقبل لولمبيك مدنين وف항 الأنف يستقبل أمال جربة مجموعة ثانية الجولة الأولى نهار 18 أفريل 8 أفريل مستقبل جير ستمن رياضي أمال حمام سوسة ترجل جيسي والملعب سفيقسي استقبل مستقبل جيبس الجولة الثالثة والأخيرة يوم الأحد 25 أفريل بستقبل جيبسي استقبل ترجل جيسي والملعب سفيقسي استقبل أمال حمام سوس هذه القرعة اللي كانت تارت على المباشر في كنف الشفافية والمصدقية على المباشر في برنمج الرابط الثانية وبالتوفيق للجميع تكسحة سنافع شكرا جدا نورتنا في بلاتوليو شكرا لك أيضا مختار ترابلسي بسام جراجا نورتونا اليوم ياسين البحري مرد بن علي حمادي واتشا عبد الغني والبقية ليسهروا من أجل إيصال كل هذا وانتما في منازلكمه أينما كنتم دون استثناء الفريق العام الربيع المغانب هذا الحال معد هذا البرنامج صارحة الداوي سيد قدغي زياد العامري والبقية مشكورين إذن لمتابعتكم نتقابلوا إن شاء الله يوم 17 أبريل مع الجولة الفتاحية لمجموعة التتويش قل لكم كانت بخالي كان قل لكم نشكوا برابي طارق النعميني اللي زيادنا في الوقت في البرنامج الرابط الثانية على الوطنية تقابلوا إن شاء الله نهار 17 أبريل حال خير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة